اهلا بكم يا شباب في كورس كيميستر جارديان والنهاردة معنا شابتر تقيل وجميل للصراحة يعني من اكتر شابات اللي احبها واللي انتم هتحبوها فعلا هو شابتر ايت و ناين والده لسببين السبب الاولاني ان هو بيفهم حاجات كتيرة كان شكلها مبهم قوي في القبل كده يعني انت مش عارف ده ليه بيحصل وده ليه بيبقى شكله كده و حاجات كتيره كنت بتحسن انت بتعمل הס當 انته betting التعملها لكن انت بمكنتش فام ليه في حاجات وراها تمام فالحالات اللي وراها اغلبها غلابها موجودة في شابتر ايت و ناين وشابتر الي فنان processingweb finalement من ثلاثا ن Past missedtitle مبدأ Demoman left,shultur 8 كله يتبقى على كله ، سوف نصنعد للشابتر 10 وشابتر 9 بيبقى اول اسمي ويزء من اسمي التنز person lesi الي هو الجزء الhoewバ matsettion the hamlet由�� ولكن ستأخذوا شيئا أبعد من ذلك و ستأخذوها أكثر بشكل مكسف في الورجانيك سيكون أساسي في الورجانيك بلاش أحرق عليكم المنهج تعال نكتشفوا واحد واحد و نبدأ بأول شيئا خالص وهي types of bonds ندخل إلى الشباب على طول في types of chemical bonds و ماذا هي types of chemical bonds ماذا هي عبارة chemical bond او ماذا هي الـ bond energy يعني ما الذي يجعل الазыв lodged حسن بدء من الـ bond هذا المـ bond هي ثقة شخص بين مؤكدين و الذي يكون مثلا مع الـ NaCl ندخل المصرف ندخل المصرف تشعرض تشعرض الشتيرة كيف يكون هذه الزيارة كما يوجد الـ Na لـ... هذا المـ bond لديها ثقة معينة هذا الصيف تتحدث بالقانون هذا قانون اسمه يعتبر من القوانين يتحدد الانيرجي وكل ما الشراكة إعتمد على البوند لينس ويعتمد على المسافة عندما يكون هناك نا و سي ال كده البوند لينس هي المسافة من السنتر هنا فالبوند لينس فالبوند لينس هو المسافة من هنا الى هنا فهذا يكون الر و تضرب الـ Q اللي هي الإشارة بتاعت الـ Q1 اللي هي بوستفون وإشارة الـ CL اللي هي نيجاتفون بيطلع لك البوند انيرجي البوند انيرجي مفيدة في ايه مفيدة في ان انت تعرف الانيرجي اللي انت بتاجع عشان تكسر البوند ديت قد ايه تمام؟ والـ NaCl يعتبر من الحاجات اللي بتحافظ على البوند بتاعتها قد ايه واقل درجة ان الـ Boiling Point نـ ACl تقريبا 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 تقليبا 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 سلزيس ياه لو انت متخيل تعمل 300 سلزيس ده رقم كبيره قوي عشان تعرف تصيح شوية いね validated وعلى عكس اللي أنت في تفاكيرينه يعني ده ستعرفو القدام الـ NCL بيباقية كبيرة مش بيباقى N A Die و C El واحدة وكذاء وقلهم يربطون مع بعض وقامون لجزائقات ملحة وقاموا herman فcy mit مولز معاين ساعت تمام فهما بيبقوا ايه باكش كده مع بعض ايه اللي بيخلي الباكش دي تحصل ليه اساسا فيه حاجة اسمها بونز ما بين الموليكيوز كل حاجة بتتحرك دلوقتي وكل حاجة نتكلم عليها لازم اكتبها بلون تاني كده ايه to achieve lower energy state جميل كل حاجة بتحصل في الكيميا عشان تachieve lower energy state الاي اي لما بتدي سي ال يعني بيحصل لها بيحصل لها elekteron ده بيستهلك طاقة لما بتديها السي ال ده بيطلع طاقة اهو بقى بيشوف لك الطاقة الاخذها عشان يسيب اللكترون ده ودية ما تسمى تقريبا نقول ميه مية جول حلو والسي ال الاول ما اخذ الالكترون طلع ربعمائة جول مسلا كل ورقم دية الفرضيات يعني وهي قوة 300 جول وهي الفرق بين الأنقر والإن يا لطلقت هذا يقوى الأنقار إيجابنا أن نصبق الأنقار يبدأ بس أخط160 فقط سيكون لكياً أماز다리 كما اسمك він يفعل الأنوات ويبقى ايه ? اللكالايزر كدة ايه .. موجود ما بينهم في الباكشل ايه اللي بتبقى كدة تمام دا بيبقى شكل الناسل من جوه يعني ما تفتكرش الناسل ايه بيبقى الايه واحدة ايه واحدة لأوة بيبقى مجموعة مع بعض representation بس لازم الناسل ايه والايه والايه العشان يبقى شكله كده .. تمام الناسل يعتبر حاجة اسمى ايونيك سابسوم تمام كيف ت exhale باذا ت تحدث الى وقت واحد منهم وهي آخر الإلكترون تماما اتضعت أمن عندها آخر أفينيتي وهي الزفور الإلكترون يجب أن يكون عنده ، Gelation Energy كما انهما هذا ، لله相stroke و هذا يجب أن يكون الشوء الإلكترون المsexسنسين من يتصاب إليكترون ومن يعني على العكس чего؟ علي عكس كوفيلانت التبوند يعبارة عن شرابة ما بين الاتنين believing أي هذا التبوند موجود في أغلى الحاجات التي هي المشASE سعينا مثل 所以 دائما سنجد إضافة نتوب هتجد بنكتوب نتوب هتجد بنكتوب إظافة سي الو هتجد بنكتوب هم المشكلين كذلك لماذا سنجلبهم كذا؟ عشان هما اساساً فيفرابل يعني موضع فيفرابل ان هما يكونوا في شكل دابل بوند او شكل ايه اه داي موليكيل تمام ليه اساساً بيبقوا عايزين كده زي ما قلت لك كله بيصبه فين بيصبه هنا كله بيرجع ليه يعني انا السي ال الواحده السي ال الواحده بيبقى الالكترونز فيها فانت لما بتدي مساحة الاثنين بروتونز يعني كتلتين بروتونز لو انت عتحط هنا سي ال اه اه ادي النوكليز بتاعها وده السي ال هنا ودي في حواليها الالكترونز وفي حواليها الالكترونز وفي حواليها مساحة تتحرك تمام المساحة تتحرك دي بتفضي شوية من هنا على هنا تمام غير ان هو اساساً بياخد الالكترونز زيادة اللي هو بيبقى محتاجه يعني هو لما بيجي نعمل سي ال و سي ال تاني هنا بيبقى فيه سي ال عنده الالكترون وده عنده الالكترون فقال لك ايه يالله نعمل بوند ونشارك الالكترونز مع بعضه فان ايه فالحقق استابلتي اكتر تمام فهو الكل اللي بيحصل عشان يقشير ايه لوورستات انيرشي تمام ونفس الكلام مع ايه مع الاتشي تو هكذا ما الاتشي تو يعتبر ايه نون متل هتنساش اوع يغرك ان هو موجود فان ايه وان ايه ده بالاسم لكن هو مش متل تمام where is светوني تصريدіль فهو ايه ده نسبة لالكوويلانز بوند ول ولهه نونجب الوسي هذه الأشياء يسمى بولر كوفيلان بونت ماهي البولر كوفيلان بونت؟ الأشياء المترجمية في النص يعني إنه هناك إليمنت بيتخلى تماما على الالكترون إليمنت التاني إليه كوفيلان بونت بمعنى أنه تشارك متساوي هي H2 تشارك متساوي أو 2 تشارك متساوي هناك واحد يضغط على الثاني شوية هناك واحد يضغط أكثر من الثاني شوية مثل من؟ مثل HF الاتش اف طبعا انت عارف ان الاف ده بيبقى هاي الكترون او هاي الكترون انفينيتي سوري وده نفس الكلام الاتش ايه الا اه مستسلم خالص تمام يعني هو الاتش يعتبر ضعيف ان هو يجزب عشان عدل البروتونز اللي فيه قليل وهكذا تمام فالبوند دي بيبقى توزيحها غير عادل بس تظل ايه تشاركية تمام يعني ايه تشاركية يعني الالكترون ما بيروحش للاف تماما تماما على عكس الايونك بوند الايونك تقريبا تقريبا الاف درون بيروح للسي قل تمام ويفضل عن سي قل وبيروح لان ايه بالنسبة اول ايه تماما لكن البولاركو فيلنت البولاركو فيلنت بيبقى في واحد واخد الالكترون زيادة فبيبقى عاملين ايه يعني مثلا لو هنعتبر الاتش كده دايرة تمام واد الاف دايرة تمام فهي يكون ساحب الألكترونز ناحيته هنا أكبر فهي حسنه في إيه دايبول يعني يكون فيه بولاريتي، في الإلكترونز رائحة كده أمنحاً أخر الثل يبتيجني فين البوست في التشارج يعني المنظر سوف تشاهده لكثير فالدال ده بيبئي بوست في التشارج والاتجاه ده بيبقي النجر في التشارج النجر في التشارج هوي هتجد البولر رائح ناحية اله حتى بيضي نوعه في مجال المهناطيسي هتجد لإيه? دات الـ HF الهف هتلاقي الديبول بتاعها رايح ناحية النجدة بيبوص على البوستفت بلايت والبوست بلايت بيبوص على النجدة بلايت ومتعلقين في الهواء كده ايه حصل لهم تمام? وعلى فاكرة الحوار ده بيستعمل كتير في جازز يعني عشان نعرف نفصل ما بينهم يعني ان ده بولر ولا ده كوبيلنت عادي ولا كذا تمام بنشوف فيه تجارب اللي هو يوصل تو بليتز ومن التو بليتز دول يعرف الاتم اللي جوه تعمل لها ري اوردرينج ولا لأ تمام فده من التجربة الوسيطة اللي بتتعمل عشان يميز الكوبيلنت من الايونيك ونأتي بعد كه الشباب للالكترون نيجاتيفتي وايه هي الالكترون نيجاتيفتي عموما مبدئين الالكترون نيجاتيفتي كتعريف هي الالكترون نيجاتيفتي بي اس الالكترون نيجاتيفتي تمام هو الصراحة مفيش فرق في المعنى فاعلي بس في فرق جوهري يعني انت دلوقتي الالكترون نيجاتيفتي هي خط الالكترون نسبة ده ان انت تعرف تتحافظ عليه اكتر في البوند بقى يعني الالكترون افينيتي هدفها الرئيسي ان يعرفك الالكترون ده لما بياخد الالكترون تماما تماما يعني لما يسحب الالكترون كده بيطلع انرجي اد ايه تمام فهو مسؤول عن الأنيرجي الفردية الترتيب بتاعها او الترند بتاعها هو نفس الترند بتاع الالكترون بيزيد في البريود وبيقل في الجروب تمام يعني هتلاقي الاتنين واحد ليه عشان ده بس بيوريك المجهود الفردي يعني بس انت فاكر لو لو فاكر بس في الالكترون الالكترون اللي كانت اعلى ان تكون اللي كانت اعلى عشان اللي في الظاهر تعرف تاخذ الاكترون وتطلع انرجية اكتر من الف اللي عشان الف واعتبر مش تزوز بسبب ايه بسبب حجمها اين الف حجمها صغير جدا اما اللي حجمها مساعدة شوية وهي عندها أمام كل ابدا وكده عمد آيف يquesر او اقومي اه اوليكترون لكن بقى الانتر اكشن بتاعها جوه الموليكيول او جوه الكمبوند بيبقى الاف طبعا بما انها صغيرة وفيها بروتونز لحد ما بقبولة فبتتحب الالكترونز ناحية اكتر فهي يعتبر اعلى الالكترون نيجاتيفتي وانت عندك الالكترون نيجاتيفتي بترينج منين؟ بترينج من قوينت اف اللي هي الفرنسيا لأعلى حاجة هتلاقيه عندك في الاف في الاف الالكترون نيجاتيفتي اتأست على اساس ايه؟ انظر يا عم هناك واحد اسمه لينوس بيولنج يعمل تجربة بسيطة جدا وهو كان بيجيب لك الالكترون نيجاتيفتي افترض ان احنا الالكترون نيجاتيفتي معنا اتش اكس جميل اتش اكس ده هو ده الكمبوند ايه الاخير تمام واللي يكون اتش مع اي المنت من دول تمام يعني اخد الالكترون كريفرنس خلا واحد يليس عليه فكان بيقولك انا الاكسبكتد gaz according to the tone بتساوي الضغط البوند بتاعت الاتش اتش 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 ديت زائد البوند بتاعت الاتش اتش اتش انرج يزاع الان تمام تمام فديه لاكسبكتد اللالاتش اتش 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 تمام يعني Religion which I credit نجاتيفتي به حبارة عن ايه؟ عبارة عن الاكشوال بوند تمام ناقست الاكسبريمنتر؟ طب يbingca querygon ده ويحرقوا تمام عليه ويحرقوا فيى حالما ح freakin تأتي 실제로 ... ودايما نكيف يشكل احلي عق tool ودايما! و٠٠١ каждый عائل من الدول لماذا؟ لماذا؟ بدرجة وف�ه ده لسبب واحد وهو ان هو بيقيس على الكوفيلنت كيس أنا دلواتي هعتبر الحاجة اللي هتطلع لديه بنسبة ما هي بيور كوفيلنت جميل؟ فلما بتطلع لي مثلا حاجة ايونيك او الاستابلتي بتبقى اعلى شوية فده احنا بنعرف ان بيبقى فيه فرق ما بين ايه الليكترون نيجاديفتي فقامو بحاجة اللياني اتعارهم بقى ان الشواء بشكل كامل ان هنا الهيكترون بذهب او هنا بنفس القدر لكن الكوفيلنت دايما بيبقى فيه على فكرة حتى الكوفيلنت تنهي موجود بيور كوفيلنت إلا الان يبقى ه وه ؟ � او ه ه ه وه ف ده لا تدهث بيور كوفيلنت مثلا لا يحدث بيور كوفيلنت جدا دايما ايش احدون يبقى او من اختلافころ الجدافتي وهو كان يكتشفها فهو كان يقيس على الاتنين بيوركوبيلا فدايما كان يجب أن يجد سنة آيونيك فيه سنة آيونيك فالسنة آيونيك كانت تخلي واحد يصحب عن الثاني طب لما واحد يصحب عن الثاني بإيه اللي بيحصل اللي بيحصل لورين في الانرجي التوتال يعني ده لما إيه لما بيحصل ديفرنس وين ديفرنس أكر وين اللي بيحصل بيحصل لورينج ان توتال انرجي تمام بيحصل لورينج في التوتال انرجي بتاعت الكومباوات فلما يحصل لورينج في التوتال انرجي البوند انرجي هتبقى ايه اعلى اعلى بكتير فلما يزرح الاكشيوال من اكس بيكتد هي دي بيبقى الرقم اللي قدامكو على كل إلمت هو كان دايما بيفعلها مع ال H ففيه حاجات بتاخد أقل من ال H ودي خذت رقم أقل من ال H عشان كده وحطت لك ال H هنا من فوق فيه حاجات كانت أقل من ال H وفيه حاجات كانت أعلى من ال H زي ايه؟ اغلبا مع الميتالز اما اغلب الميتالز هتلاقي الليكترونيجيديبس بتاعتها ولاية امتى بيبقى عندي الحاجة ايونيك؟ خلاص نبقى عندنا ريفرنس يعني إبوس هو عمل تجربة عمل كل حاجة قطر ألف خيره نحن نأخذ الليكترونيجيديبس بتاع الجهاز يعني ده بس حتة عشان تعرف ايه هي الاليكترونيجيديبتي يعني انا مش بحب ايه ان انت متبقاش فاهم افهم ليه ايه هي الاليكترونيجيديبتي فده معنى الاليكترونيجيديبتي ايه بقى اللي بيحصل؟ ان انا بشوف بقى الديفرنس ما بين الاليمنت والتاني يعني والله الديفرنس ده كبير معنى كده ان في واحد هياخذ الاليكترونيجيبنسبة كبيرة اوي وديه بيبقى مثلا اعلى من 1.8 يعني الايونك ده بيبقى ايه اعلى من 1.8 او سوري هو كده مش اه سوري الايونك ده بيبقى اعلى من 1.8 البولور كوبيلنت ما بين الو بوينت فور والوينت ايت طب الكوبيلنت اللي هو تقريبا زيرو بيبقى او اللي هو زيرو خالص زيرو خالص ده بيبقى ايتش ايتش ان ان او او اف اف سي ال سي ال سي ال هكذا تمام ده اللي بيبقى كوبيلنت ده بيبقى بيور كوبيلنت وده بيبقى ايونك ده بيبقى ارقام بس في الغالب مش بنستعملها كتير يعني الا اسئلة معينة كده هو بيبقى قصد ان هو يديك الارقام بتالي الايكترنيكا ديفت عشان اعبدا تستعملي عشان تعرف لي بيور او بولر او كذا تمام فاديك عرفت الاربع انواع الكو فيلنت والبيور كو فيلنت والبولر كو فيلنت والآيانيك تمام فاديك ان كل حاجة عن الاكترونيجادف دي ونخش علي بعض على طول زي ما اتكلمنا في السلايد اللي فاتت بتالشباب عن الاكترونيجادف دي فاحنا عارفنا خلاص ان دلوقتي في عندي بيبقى بوند تمام البوند دي ما بين اثنين الامتس في احتمال ان واحد يكون غدار شوية عنده الاكترونيجادف دي فايصحب لي الامتس ناحيته اكتر تمام فالحركة دي بتعملي حاجة اسمها دايبول مومنتم تمام دايبول مومنتم ان انا دلوقتي عندي الموليكيل ده ليه تجاه في الاتشارج بتاعه تمام يعني زي الاتش اف زي ما احنا قلنا بيبقى هنا بيبقى فيه شكل كده اللي هو اللي انا مش عارفه شكل الشابه الوزة اللي هو معناه ان هنا ده نجدف تشارج والشكل التاني ده ايه نجدف تشارج والمنظر ده بيتمثل برده بسهم كده ده بيبقى يسمى ايه دايبول مومنتم ده هلا فكرة هتلاقوه في موليكيلز كتير وانتو مش عارفين يعني في مسلا حاجة زي السي اسموه ده ستي او تو تمام؟ السي او تو بيبقى كده تمام؟ يعني هنعرف ليه بيبقى كده يعني بعدين تمام؟ فهنا الوزن بيبقى عندها كده والوزن بيبقى عندها كده والاذي معناه هنا ده نان هن الألكترون ده نانف وضيبول كده فكرة هلا شبه مين شبه جديد الشكل عندنا او يسمِه هم الانير موليكيل يبقى عنده بولاريتي في النحائتين الديبل مومنت كم زيرو ماذا زيرو ده ؟ ما هو يسحب هنا و هنا نفس الحجم فبالتالي الديبل مومنت النيت فورس زيرو سيفهمه اي حد سواء المعلومة او المرياضة يعني اذا اصحب يمين اثنين بيشدوا حبل والحبل في النص و الاثنين بيشدوا بنفس القوة مفيش حد يتحرك او يعني الشارج هنا وهنا نيجاتف خلاص يعني موضوع ايه سهل في الفكرة زي يمين برده ده بالنسبة ل CO2 SO3 SO3 يعتبر عنده مومنتم ثابت برضه عشان هو بيشده ثلاثة او يعني هو بيبقى كده و كده ودي او ودي او ودي او والثلاثة بيشدوه في ثلاثة اتجاهات و ايه برضه بيبقى صفر يعني و ثلاثة حاجة وهكذا تمام فده بيبقى ايه اشكال بيتتعامل بس كلها المومنتم بتاع صفر طب بيقول لك هنا سؤال بيقول لك هاو دازل هاو دازل و الان اسري ما عنده دازل 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 مبدئيا الان اسري بيبقى ان كده تمام الان هنا بيبقى عنده الالكترون اه فهمنا ليه دازل عشان الاس هنا في النص ما عندهش ايه الالكترون فالالكترون دازل 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 هزا بتفاول دازل 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 الان اسري دازل دازل الان اسري وهذا سنشرحهم اكتر في فيزبر يعني الاشكال ديت عشان هو فيزبر اساسا كل اللي بيشغله في الموضوع هي الاشكال ديت تمام فخلينا ناخد الامور ايه بواحدة احدا وبعد ما تكلمنا عن البوند والانيرجي وكذا تمام بينا محتاجين نفهم اكتر ايه اللي بيحصل جوه الرياكشن عشان يطلع للكمبونده يعني شوف انا اخدناها ازاي درجنا من الاول نفهم البوندس بعد كده فهمنا ازاي البوندس بتعمل وايه انواعها تمام وبتتعامل على اساس ايه و ايه الفاكتوريز بتأثر فيها زي الالكترونيجوتيبتي وكذا تمام بينما يحتاجين بقى نعرف اكتر ايه اللي بيحصل في الرياكشن تمام انا عندي راكشن ما بين الليسيوم وفلوريد عشان يطلع لليسيوم وفلوريد تمام فيه بروسس طويلة كده بتحصل مبدئيا الليسيوم صولد بتحاول الليسيوم ده بياخد انرشي هنا اعتبر العمليات ده كلها ايه زي عمليات بيع وشرق كأن مصنع عادي يفتري ايه ماتيريال تمام انا اعيز الليسيوم جاز فا ايه اضطريته اديله انرشي كذا تمام بعد كده الليسيوم ده عشان يطلع الالكترون محتاج انرشي بالرقم الفلاني بعد كده الفلورين تمام عشان يبقى فلورين جاز تمام ايه اللي بيحصل بيدفع الرقم الفلاني وعلى فكرة ده معناه ان ديت هاف مول طب لو ان مول يعنى فى ف przest و يعنى ف عشان ففي توقف تمام ده الجاز يعنى بالمراج ده من السوليد تمام لجاز هيبكى مسبعة وسبعين وحتى اثنين تمام انت الفكتور هنا يأثر معاك الك fairness حلو انت لو عندك ديت هاف او ديت وان يعنى انت مثلا لو عندك اثنين لسيوم تمام او بتضرب الرقم ده فêtنين وده نمثله بمسال ثاني يعني مثلا عندي الاتش تو تعليها اية شاز تمام ايتش جاز فهي مجدد 2 حجز مثلا يطلع عليه 200 كيلو جول انا أريد اتش واحدة لكي أدخله على الحجز فهيقول ان انا أريد ان اهب اله التي تصبح هو حجز وهي مجدد 100 كيلو جول وهذا على الفكرة نفهمه اكثر فى شابتر قدام فهي تتكلم عن كينيتك انرجي والانساليبي بشكل عام وهي شيء اسمه الانساليبي اللي انت بتحسابه ده او الرقم ده اسمه الانسالة بي تمام فده هنفهمه اكتر في الشافتر اللي قدام يعني بس احنا محتاجين نفهمه نعرفه دلوقتي عشان نعرف ايه هي الانرجي بتاعت البوند وهكذا تمام فتعال نمسح الجزئية دي كده ويت او بس نصحنا كل حاجة فده بالنسبة للإف بعد كده الإف بتاخد إلكترون بتبقى إف نيجيب دي إلكترون نيجيبتي تمام lleدت طوال ايها الانرجي الفلانية بعد كده ايه الخطوة لبتطلع العلي اكبر خيمة للإنرجي ان الاثنين دول يتحدن مع بعض ان الاسيوم بسيطف مع الاسيوم ايه في نيجيب REFocal دي بتبقى اكتر حاجة بتطلع العليع بعض نجمع كل ده وبيتطلعها الرقم بالنlev ايه معنى الاشارة النيجيبية معنى الاشارة النيجيبية نيجيب الستابيليتي تمام الستابيليتي تديت ازاي بانه هو خرج طاقة يعني دلوقتي عندي النت انرجي في العملية دي كلها بالسالب يعني عندي طاقة طلعت عشان كدب دي اسمها اكزو سيرميك جميل اكزو سيرميك معنا انها بتطلع طاقة تمام فمعنى ان هي طلعت لانرجي او طاقة وده طبعا يجدعين بصوا كاتب بير مول اف اي اف 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 اي اف تمام فده هتدرب في اتنين هتدرب الرقم ده في اتنين تمام وهكذا فده بالنسبة للمول اف لسيوم لسيوم فورايد وده بيبقى البوند انرجي بتاعي يعني الستمائة وسبعتاشر دي هي البوند انرجي الفعلية للسيوم فورايد تمام النجيتيف ما الا انديكيشن ان ده تستابيلي تمام ان ده استابيلي يعني يا جدعين الاشارات الاشارات هنا ما الا انديكيشن ان الاستابيليتي تمام طبعا مش في البروسس نفسها في البروسس نفسها هنا دي هي ريليزد وهنا كده بس انا اصدق النجيتيف فاخر حاجة فالفهاونل دي معناها ان ده ايه ريليزد تمام دي انرجي 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 للماذي لسيوم فورايد بيتحد بس الرقم خدام ده البوند انرجي بتاعي تمام تانية كتير زي مين زي الان اي اف تمام وعلى فكرة كل ما يزيد عدد الالكترون اللي بتطلع وعدد الالكترون مسلا جوه الحاجة زي مسلا الام جي او تمام الام جي او انت عندك الام جي بتلوز اثنين والاو بيجين اثنين فدي بتبقى القاه بتاعتها اكبر بكتير تمام طب واحد هيقول طب ليه الان تو الان اي مسلا ما تلوزش اثنين والاو بيجين اثنين ويبلاستبالة بتاعتهم عالية برضو زي الام جي او مسلا زي الماجنزي ام اكسايد تمام الرد على حاجة زي كده في الجراف اللي عمل بلوقتي تمام ايه الجراف ده بيمثلي ايه بيمثلي الطلعات بتاعت الحوار كله واللاتس انرجي هي الاخيرة تمام يعني بعد اخر كل بص شق ثانية عشان نرجع برضو ايه تمام اخر رقم ده خالص ده البوند انرجي او الايه اللي نسالب جميل فده بالنسبة لي ايه عشان بس نبقى عارفين فين هي 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 هناي هي 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 فين نادي فعشان نبقاء واخدين بلنا THIS بعد ايه? اخر خطوة لما الاتنين اللي انا قادة ازبطهم يتجمعهم çalışت跟 ازبط الأول انا بص بالبداية كانت нами جääd طلحنا لفوق عشان تبقى Soft اخذنا مئة وخمسين. تمام؟ بعد كده لمين؟ بالأم جي. بس خد ا الفين مئة وتمانين. طبعا ا الفين مئة وتمانين دي فيها ثلاث ايونزاشن وساكن د ايونزاشن. تمام؟ بعد كده خدنا ماتين سبعة واربعين كيلو جول عشان نحول الاكسجين لجهاز. تمام؟ هو كان اه سوري عشان صوري نفك الايبول. تمام؟ هو الاكسجين موجود صورة داي موليكيل. تمام? فعشان اخليها في صورة العادية. كنت محتاجة ديها انرجي تفك للبوند. تمام? بعد كده اعداد فلوس كل دس تسمار بقى. اعداد فلوس تمام? ان هي تاخد لي اتنين الالكترون. واه هنا الالكترون افنيتي ليه بالبوستف? تمام? ليه الالكترون افنيتي بوستف? عشان اول الالكترون افنيتي في ال اه بيبقى عادي. بيبقى بياخدوا بيريليز انرج. بس تاني الالكترون تمام? اللي هو ده بيبقى صعب. بس بيحصل. تمام? يعني ده اكتر صورة بتحصل. بس بياخد انرجي. تمام? يعني هو بياخد انرجي. بياخد اه كامل انرجي القيمة بتاعت دية ناقص ايه? زائد دية. تمام? اللي هو دية بتطلع انرجي شوية. ودي بتاخد انرجي كتيرة. فالحاصل الجامعة ما بينهم بيبقى ايه? سبعمائة تلاتة وسبعين. حلو? انا كده وصلت الاخر صورة الام جي والاو جاهزين انهم يتحت مع بعض. بص بقى اللاتس انرجي تنزلك للارض تاني. تمام? فالاقص الانرجي بتاعت البوند بقى الانرجي هي الرقم ده. او الرقم ده. ليه بقى الان ايه? ما يفعش يعمل زي الام جي ويلوز اتنين. ببساطة لان الان ايه لما يجي يلوز اتاني زي ما احنا اتكلمنا الان ايه بيبقى عبارة عن اه ده الان ايه تمام? عشان بس انا بعارفين بيبقى نيون تن. تمام? واسري اه بيبقى سري اس. الان ايه او سري اس. تمام? اه وان. فاول ما بيلوز السري اس بخلاص سهلة تمام? لكن هيجي يلوز من التو بي بعد كده تمام? يعني انت رايز يلوز واحد تاني هيلوز من كور الالكترون. فان انت تشيل الالكترون من الكور الالكترون بص عايز كام اساسا? عايز اربعة تلاية خمسمينة ستين كيلو جول. تمام? ده عشان تلوز واحد تاني من الان ايه. طب عشان تدخل الاف ده انية البقى تمام? يعني الاف مش هي في الحالة دية تمام? مش هيطلع يعني الافاتي مش هتبقى رقم اه سالب زي هنا تمام? يعني انت هنا لما الاف خادت الالكترون بص نازل. لكن الاف عشان تاخد الالكترون تاني فهي محتاجة تفتح اربطال جديد. اللي هو مين? اللي هو سري اس. ما خلاص هو كده ايه? الاف كده ابروش. اعرب واحد ليه اللي هو النيون. بعد كده لما ياخد الالكترون تاني. تمام? ده كده عايز يفتح سري اس. تمام? فان هو يفتح سري اس ده اربطال عنده هاي انرجي. فهو اساسا عايز انرجي للالكترون عشان يبقى هاي انرجايزت عشان يدخل في سري اس. فدي برضو عملية عايزة انرجي. فديت حاجة اسمها ايه? تعال نكتبه كده بالعربي بتاعنا. مش محببة. مش محببة. العربي بتاعي اسوأ من الانجلش. خلاص خلينا ايه? في كميل? الانجلش بتاعي اسوأ من العربي. خلاص. فديت حاجة مش محببة كاة كعملية. فاي حاجة زي ما قلت لك تفتكر القانون الاساسي مش هتقبروش يبقى بلاها. يبقى مش هتحصل اساسا في الطبيعة. تمام? الا انت وتبقى تعملها تمام? ودي بتبقى بتحصل عادي يعني يعني الحاجة دي مش مستحيلة بس عايزة انرجي بتيرة. يعني تمام يعني انت لو بطلت تديها الانرجي اللي هي عايزها. آآ هيفك الموليكينز ديت بترجع ايه للسرة اصلاية بتاعتها. جميل? جميل. بس فده ايه? بالنسبة للآآ ايه? للآآ ايه? ازاي الانرجي بالقصر عليك. وفي حاجة كمان يعني كونسبت انا يعني لقيت ان هو مش مستهل سلايد قوي حاجة اسمها الايزو الكتريستي تمام? الايزو الكتريستي تمام? اللي هو الايون وان هو يبقى عنده نفس يعني انا للوقت لو قلت لك الان ايه بوسطف والان ايه والاف ايه اه والاف سوري اه ايه ايه سوري انا اسف. والاف نيجاتيف دول ايزو الكتريستي ايه بمعنى ايه بمعنى ان كلهم عنده نفس نفس عدد الالكتريستي تمام? انا لقيت ان الكنسبت ده يعني مش محتاج ان احنا نحرق يعني نحرق فيه صلدايا ونوعا نتكلم وها كزا فده ايه? ده بالنسبة الايزو الكتريستي فكرة بتاعتها ان الان ايه لما بياخد لما بيلوز الكترون بيبقى نفس الايكترون بتاعت الان ايه وبيبقى نفس الايه الايكترون自 treating اللي L.F و building elektron وها كزا تمام فده عملاج لع army وطبعا انت عارف ان لما الان ايه بيلوز بيبقى صغير ايه بيبقى صغير المجيaire لما بيلوز اثنين يعني لو رسمنا fix onda كده الع symptoms ofNA تمام بوستيف بيبقى ده حجمه تمام الام جي بستيف 2 بيبقى ده حجمه تمام bounced by بيبقى اصغر من الان ايه. تمام? وهكذا وهتلاقي نفس التريند ده في البريد على طول. تمام? يعني انت عندك البي بيبقى كده كده كده. تمام? هتلاقي العنصر اللي هنا. الاين منه او اخر بوسط في اين فيه. البوسط في اين. بيبقى سمولر. سمولر. زين. كده تمام? انت طول ما انت ماشي كده ايه الاين الثانية. بس لازم تكون كام? لازم تكون كام? لازم تكون كل ايه? الجر tracker الدفاع الذين يكون ندخل مجازل الشخص الذي انا قمت بتقولها. ان كل شيء ليس كامل ليس م var ng mtv ايضا قياد قم ett now видите then what kind of character? المفتوق 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 قانون اوى يعني بس سوف اخطوك انا انت تصعي تصعي كبير الملكل و تكالكوليت ايه ؟ الديب المنت اتشوف الان ايه الاحده ؟ الديب المنت بطيق ايه ؟ والي واحده الديب المنت جميل جميل اوى فانت بتشوف الفعلee على الواقع الواقع اه سواري انت بتشوف الواقع على الفعلي الفعلي اللي هو كالكوليتد المفروض ان انت بطلع ان الضيب المومنت يكون بكذا لو العلم مثالي والايون بكاركتر مية في المية مضبوطة بس اللي بيطلع لك انه هو بيبقى ضيبه لاخف شوية يعني وليكن القيمة بتبقى اقل شوية تمام يعني بيصحب الليكتورنز بنسبة اقل تماما مش بيصحبه مية في المية بيصحب خمسة تسعين تسعين هكذا ندية على دية في مية بيطلع لي الايون الكاركتر كل هم ايه هم عشان رياحوا دماغهم خالص قالك ايه قالك اي حاجة بتملت وبيطلع لي الاستريستي دي كلاسفايد از ايون كومباود يعني اي حاجة بتقدر تتجزق في الاكوية السيلوشن او في الميلتنج بتاعها لجزئين الجزئين دول يعرفوا يوصلوا لكهرباء يبقى دية توتال ايونيك اي حاجة بقى تحت كده الاتش الاتشف على فكرة فيها ايون الكاركتر العالي بس العلوة بتاعها ما يخليش الاتش تنفاص تنفاصل مع الاي زي ال اي وال ال الاي و ال 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 اي اي ار و ال الا اس أو ال صي ا اي ال ال و اكذزا دول لو انت حتدت الف فانت عندك حاجات تانية دي بيوريك بس الايون كاركتر بتاعتك عشان تبقى عارف ده بيسحب الالكترونز اكتر من التاني بالنسبة قد ايه وبس ده كان كل حاجة بالنسبة لأيونيك كاريكتر تعرف بس ان مافيش حاجة اسمها ايونيك تمامة او مافيش حاجة اسمها كوفيلان تمامة بيبقى في حاجة اسمها بيرسينت ايونيك كاريكتر ندخل بعد كده على الكوفيلان بوند انرجي والكيميكي ري اكشن ايه هي الكوفيلان بوند انرجي مبدئيا احنا لما اتكلمنا قبل كده وقلنا الموليكيلز بتاخد انرجي تاخد انرجي تاخد انرجي تاخد انرجي لحد في الاخر ما تطلع لي انرجي كثيرة تمام طب النت اللي بيحصل ده عبارة عن ايه عبارة عن البوند الجديدة دي تمام انا عندي بوند جديدة ازعرف الانرجي بتاعته بس انا ساعتها كنت محدد قوي وبعد اجيب لي المول الواحد ومش عارف ايه طب في حاجة سهل علي الحوار ده او في حاجة في قانون كده عاملين هو سهل بيقولك الدلت اتش الدلت اتش هي ايه ؟ دي الانسالبي تمام دي ات الانسالبي جميل جميل ايه النسالبي دي الانسالبي دي هي التي ستطلع بالنسبة الـ ٤ المولز لو انا فعلت مع ًos مولز واحدة واحدة انا مش فهم اي حاجة تعال نخذ مثل له مضالهم good دلويتي自 tuh4 انا فعلته خليتة القطة стلع sh3 وحش الاجهز تمام لقيت طلعي صنع مقام 435 كيلوجول تمام عملت نفس العملية و طلعت اتش تاني 453 كلي جول عملت نفس العملية و طلعت اتش تاني 425 كلي جول عملت نفس العملية 339 كلي جول يبقى التوتلون لديته انرجي 1652 استمتوا على 4 طلعت ال 413 ايه هي ال 413 دي؟ هي افرج القوة بتاعت البوند بتاعت السي لل اتش زي ما احنا قلنا السي اتش فور حاجة مش عندها اي ضيبول فما فيش اي عامل خارجية تمام؟ يعني دي اكتر حاجة اعرف ايض منها ال سي اتش بوند بتاعتها كام؟ حتى ايه فيه تيبل هنا بيقول لك الانرجيز بتاعت البوند تمام؟ يعني ال سي اتش اتحط ايه بربعمية وترتاشة؟ هل في حاجة بتأثر على البوند؟ اه فيه لو انت مثلا عندك الحاجة ديت يعني زي ال ن اتش سري تمام؟ يعني انت ال انت ال اتش عشان تطلعها محتاج انرجي مختلفة عن ربعمية وترتاشة ممكن تكون اكتر او ممكن تكون اقل شوية ده بيعتمد على ال انفيرومنت اللي انت فيها تمام؟ يعني ال اتش دية بيبقى ليه انفيرومنت حتى ال ان اتش بص هتلاقي ال ان اتش اهو تلتمية واحد واسعين تمام؟ ال اه وهكذا تمام؟ بتلاقي انرجي كل حاجة وطبعا عندك الحاجات الدابل بيبقى ايه بتاعتها مختلفة عشان تفك الدابل بوند زي كده بتتفك على مرحلة دينة بتفك الدابل اللي اهو بقى السنجل تمام؟ اللي هي اللي من فوق دي اللي التحتهingo اللي تتم مختلفين هنعرف زي كبير؟ ايه و انا بحاجة ولكتج لنا شاهدها طويب�oro اメه فييك ثم من البونز ما هتتعمل. انا عندي اتش اتش بونز و اف اف بوند و اتش اف بونز هتطلع. تمام؟ يعني عندي اتش اتش بونز هتتكسر. واحدة كمان اف اف هيطلئ لاثنين اتش اف. فال turmoil انا بقم له فلم بجيب الانسايلبي او الابونز بتاع الانيرجي البونز انkov P بتاعت الروت وتجميعها معabil تحساب التشافات الاف اف عشان competent ايه دول ري اكتنت تمام دول ري اكتنت تمام وبترحهم منين من البوندس بتاعت البرودوكت ساعتها او هتينكلود تشارز يعني تمام انت ممكن تحط الحاجات بالشارجز بتاعتها انت تحط نيجيتف سين او هكذا بس في القانون ده ما تحطش نيجيتف تشارج ليه ايه اساسا انا قلت لك ايه اسمت النيجيتف تشارج بيعرفني البوند ديت ريليزد انرجي ولا جيند انرجي مش اكتر تمام فا احنا عارفين ان كده هتبقى جيند انرجي علشان محتاج قديها الانرجي معينة والي يكن دلوقتي بص هو قالك البوند اتش اتش دي قيمتها ربعمائة اتراتين ربعمائة نيجيتف تنفع لاثنين على حسن انت تتكلم علي ايه على حسن انت تتكلم على فوروميشن يعني اتش بلوس اتش طالع لاتش تون ساعتها يدلت اتش تساوي نيجيتف ربعمائة نيجيتف بمعنى ايه بمعنى ان البروز س ديه طلعت لي انرجي كذا الانرجي كذا الان Seráney تكونって الان وهو انا سعرت مين الان الان روبعمية تانية وتلاتين فأنا محتاج الرمية وتلاتين وgic اقوم بالان س virg فأخذ الانيرج x اكتن لaser ومحث محتاج الانيرجي بتاعتهم عشان افكوه. واترحهم من ايه? اطرحهم من الانيرجي بتاعت البندلة اللي هتتكون. ولما يطلع لك كده معناها ايه? لما يبقى معناها ان ده بيبقى جميل مش عارف بس اكتب هنا. ولما يبقى تمام بوزيتف ده بمعناها ان هي نوت جميل? جميل قوي. اه ونوت معناها ان هي محتاجة انرجي اكتر من هي بتطلع. فانا اساسا عشان اعمل بتاع البند ديت انا كده محتاج ادي انرجي مش ااخد. تمام? ومحتاج افضل ادي انرجي عشان احافظ على البند دي. تمام? فساعتها بتبقى حاجة مش حاجة مش هتحصل في الطبيعة البند دي مش سهيل تحرصها في الطبيعة. فايه فايدة الانسالة بي? ان انا اعرف الرياكشن بتاعي ده هيبقى حاجة اه سبونتينيوس يعني خلل المصطلح ده معاك وسبونتينيوس معناها ان هي يحصل في الطبيعة. يعني ينفع يحصل اه عادي بشكل ايه? بس ادي له شوية الانرجي اللي يحتاجهم في الاول وهو هشغل نفسه بنفسه. يعني الانرجي اللي هتطلع دي هتخش في الرياكشن البعض. وهتخش في الرياكشن البعض. وهكذا تمام? يعني الرياكشن هيعرف يكمل نفسه مجرد ما تدي له انرجي. ولا هيوقف بعد ما وقف السابلاي بتاع الانرجي الاولاني. يعني في حاجة اسمها ايه? اه انشيلايزنج انرجي. دي هناخده برضو افتال. تمام? الانشيلايزنج انرجي. انا بحتاج انرجي بعدها? ولا الموليكل ده حريقة? وعايز على طول انرجيس. تمام? لو هو حريقة يبقى معنا كده ان الانسان اللي ببتاعه بوستف. ومعنى الانسان اللي ببتاعه بوستف انه هو مش بيحصل في الطبيعة. لكن اللي هو نيجاتب فدي حاجة وبتحصل في الطبيعة. تمام? والبند دي بتبقى ساعتها قوية. بند قوية جدا. كل ما الرقم ده يعلي كل ما البند تبقى قوية. يعني بص انا مين اعلى رقم اه بالنظر كده اا ربعمية ستة وسبعين ربعمية سبع ستين ده رقم عالي قوي. تمام? اللي هي الو ما بين الاو والاتش. تمام? فمعنى كده ان الو ما بين الاو الاتش بند قوية جدا. تمام? وطبعا هتلاقي اعلى بكثير عندك 1072 يعني عقام الاسعار ولعت تمام فدية اه كل حاجة عن البوند انرجي والانثالابي ولو عايز تعريف الانثالابي كتعريف هي السم اف انرجيز تو بريك اولد بونز تمام اللي هي بتاع بوسط فسانس بلوصة بتاعت الانرجي ريليز او فورميشن الانرجي ريليز دي دي انا قلنا ايه بتاعت الانرجي ريليز دي اسمها لاتيس ايه لاتيس ايه لاتيس انرجي جميل عشان ما تنساش المصطلحات ديت اللي المصطلحات دي انت محتاجة اكتر من اي حاجة تاني قدام وهنا ندخل بعد كده بقى على الشغل اللي بجد تمام دلوقتي احنا عرفنا البونز عرفنا البوند انرجي عرفنا انواع البونز عرفت ان زي البونز بتتكون وبتتكون على اساس ايه والانرجيز اللي بتطلع واذا اقعده ريحسب الانرجي بتاعت البوند اللي طلعالي او الانرجي بتاعت البوند اللي دي او الانسالة بتاع البروسيس ديت هيبقى كامل تمام وعرفنا كل حاجة من ديت معناها ايه وكذا فكان لازم موديل بقى ينظم الشكل بتاع العملية دي تمام وده بقى اسمه سيوتى اللي بقى اسمه وازم من الاتوم نزاء الاتوم او التركيز ستبقى عندها يمكنها قليل العملية ديت معتاعة الاتوم في الاتوم ن Neden 6 0s عندي الاكسجن الاكسجن حواليه ادي اتنين اربعة ستة تمام وبيبقى في اتنين الالكترون بيعملوا شيريج والباقي اللي حواليها بيبقى موجود يعني الاكسجن عندها ايه اه 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 سكس اه 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 وكذا فبيتعامل بيهم ويعني ايه كل حاجة اكذا يعني انا مش بس ممش عايز ادخل في الموديل على طول خلن نبدأ واحدة واحدة تمام الموديل عبارة عن تلات خطوات قصية اول حاجة الديسكريبشن تمام ازاي انه بحط لأي حاجة حلو دي اول خطوة دي هنشرح ايه اللي جايين اللي جايين بعد كده هيبقى فيه بتاع الجيومتري بتاع الموليكيل تمام ودي اتحاجة اسمها فيزبر موديل تمام يعني انا همشي على فيزبر موديل عشان اعمل بالجيومتري بتاع الموليكيل ودي ات الصراحة انا هعملها لكم من تلخيصي ايام سانوي ودي كانت حاجات من يعني ايه انا كنت بعصر الحاجات يعني وكده فكان اه اتحاجة لكم بطريقة كويسة يعني ان شاء الله اغلبكم يفهمها واخر حاجة بيبقى ديسكريبشن اف طيب اف موليكيول اوربيتالز اه بها اتم شير الالكترون اه واللون بير تمام وديت حاجة اسمها الهيبرديزيزيشن دي تتشرح ديت اللي هي ليه علاقة بسكشن وان وجزء من تو في شابتر ايه شابتر ايه شابتر ناين شابتر ناين شابتر ناين جميل فدي برضا تتشرح معانا وخليها ندخل باول حاجة وهي اللويس استركتر عبارة عن انا بمثل الاتوم بتاعي بشكل دوت ايه الشكل ده انا دلوقتي لو عايز امثل الان ايه بالمنظر ده الان ايه حداشر حداشر دي ما نبصليش عليه بصلي على البيلنز بتاعو البيلنز بتاعو ايه دايما لو انت عايز تعرف البيلنز على طول بالنسبة للميتالزونان متالزل اسين بص على اسم الجروب الجروب وان ايه خلاص فيلنز الكترون واحد فالن اي بيتكتب ان ايه وفيه دوت تمام? الدوت دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الايكترون اللي حواليه طب بالنسبة للسيل سي ال السي ال سبعة عشر تمام? سي ال بقنى سبعة عشر هو في جروب سيفن ايه تمام? فبالتالي عنده اه سبعة الايكترون واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة جميل ده بيبقى شكل ايه؟ الاتوم النيوتران طب لو انا عندي الاتوم ايه اين تمام؟ يعني ان ايه بصدف بيبقى ان ايه عادي كده وبحط هنا بس خالص هو كده طب بيبقى آآ انه اتنين 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 واحدة واكس تمام اكس دي هي الالكترون زيادة تمام وبعمل ايه هنا عادي جدا تمام ده بالنسبة ادي كده ادي كل حاجة فده العادي كkam دلوتي علي أن نأكلでき قد ع pratique ندماج ان دلوقتي عند نا بيوتى الالكترون ده والثالف علاج نترك دلوقتي يتسبة الالكترون ده بالنشرقه علاج calming حيات تاني. طيب خلينا مثلا في مثل في يعني خلينا حاجة كوفيلانت كوفيلانت زي آآ مثلا. ال ادي بيبقى فيه الكترونية هنا ويبقى فيه الكترونية هنا. بيتحدوا مع بعض في النص ما بينهم. تمام? ودي بتبقى البوند. يعني انا دلوقتي لو عايز امثل ده في شكل بوند. تمام? فعشان اوفر على نفسي او اعرف افرق ما بين البوند والالكترونز اللي حالية. يعني ده برضو الشكل ده يلغبط شوية انا اعرف آآ اللي على زي. بتعمل كده ودي اف ودي اف وتحط الالكترونز الثاني من بره. تمام? ادي كده ايه? ده لوستركتشر بس البوند بدل ما بتعملها اتنين الالكترون بتعملها في شكل بوند بجد. تمام? وده بيبقى اسهل يعني في القرية بتاعتك. ده بالنسبة لي لوستركتشر. لان الموليكيلز بتتبع حاجة اسمه اوكترول. يعني اوكترول. دلوقتي بريد وان لحدته كلها لازم بتتبع الاوكترول. بمعنى ايه? بمعنى ان الالهم يحاول يفيل الاربيتالز بتاعته لحد او يلوز طبعا الاربيتالز بتاعته لحد ما يوصل لاقرب اوكتت. اوكتت يعني ايه? اوكتت يعني جروب اس مع بي. يعني واحدة تلاتة اس تو تلاتة بي سكس. ده كده ايه? تمانية. مجموعة الالكترونز كده ايه تمانية. هو بيحاول يقفل اللعبة دي. تمام? يعني اما يقفلها من ناحية ورا سواء كان يعني مثلا لو حاجة زي البوتاسيوم تمام? البوتاسيوم بيبقى اه اسمه ايه ده? كان بيبقى ايه? اه بيبقى ارجون تمام? بيبقى ارجون وي فور اس ون جميل? فهو بالنسبة له ان هو يكمل الاس ويروح للفور بي فادي عملية شابه صعبة. فهو بيلوز ده وبيرجع لمين? لو فكيت الارجون هتلاقي اخر حاجة سري اس تو سري بي سكس جميل? ده الاكتت بتاعه. ده الاكتت اللي هو ايه? وهكذا بالنسبة الان ايه? الان ايه بيرجع للتو اس اه تو والتو بي ايه? تو. اه تو بي سكس سوري. وهكذا. فاي اي المنت بيحاولي ابروش الاكتت بتاعه او الاكتت بتاعه او الاكتت اللي في الاكتت اللي في الاكتت اللي بتاعه. جميل? جميل او. فانت بتعمل ايه ايه معلم. فحاجة زي كده. انت بتعمل الحاجتين. اولا بتجمع اللي موجودة ايه? يعني انت تقول لي طب ما ده سهل? للاتوم. طب انا للوقت لو عايز واللي يكون اه اتش تو او. جميل? اتش تو او. عايزك تعمل اتش تو او. تمام? فانت انت تعمل بعد كده. يعني انت تجمع الالكترون عند الالكترون بتاع الاتش تو او ايه? الاتش عندها واحد الالكترون. في اتنين عشان عند اتنين اتش فكده اتنين. زائد كامل في الاو ستة. يعني كده ده حاجة بنحسابها. اكتبها دائما كده. ايه تمانية? اعرفته تمانية. تاني خطوة. تاني خطوة هتوز البيروف الالكترون استوفر بوند. يعني لازم هتعمل بوند اساسية. يعني بص تعال نحط كده او واتش واتش. لازم هيربطهم بوند يعني اكيد مش متفكين فدي لازم بوند هنا و بوند هنا. تمام? تطرحهم من البوند بتبقى كام الكترون? احنا قلنا البوند دي بتبقى عبارة عن ان الكترون. فدي كده التمانية ناقص اتنين في اتنين. يعني تبقى لاربعة. الاربعة دول هيروح على مين? تمام? يعني بعد ما بتعمل وتطرح. الريماني الكترون اه ساتسفاي ديترول. يعني مين هو ديترول ده? ديترول ده بيقولك ان الحاجة لازم تروح للاحاجة اللي عندها الكترون اعلى تمام? يعني انت عندك الاكسجن بيبقى الكترون اعلى. فانت بياخد الباقي في الكترون او هو بيروح للسنترل اتم دايما. السنترل اتم هي اللي بتبقى اه اللي بت يعني بتاعي بتاحصالة بتاعة الموليكيو المسلا. يعني ممكن تنفرح حاجة زي كده. تمام? لحد مسلا ما نقول الاسم سنتفك اكتر قدق. وطبعا الاكتت يعني انت هتلاقي هنا الاتش اكتت تمام? خددها اتنين يعني مكملة الوان اس بتاعها. اما الاوم مش مكملة الاكتت. ده هنا اتنين واتنين كده اربعة عايز تمانية هو. فانا بقي لي كام اربعة يعني 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 بفعلي كاملية تمانية. فبيبقى فيه اتنين الكترون هنا واتنين الكترون هنا. الاتنين الكترون بيتحسبه ايه? لون بير. يعني ده دي لون بير ودي لون بير تاني. فاكده الاكتت عندها اتنين بوند واتنين لون بير. بس. فاقوي بيبقى شكلها كده. فانا كده وزعت طبعا تطرحه من الاربعة تلقى لك سفر اول ما تبقى لك سفر ايه خلاص انت كده في السليم انت كده عرفت ايه الموليكول وعرفت توزعه شكله بقى ما لقش دعوه بي دلوقتي شكله ده قصة كبيرة او الفيزبر فانت بس اهم حاجة بتوزع الالكترونز بالتوتل فيلنسي الالكترونز انا باعرف التوتل فيلنسي الالكترونز كام بعمل بوند اساسية تمام يعني اه تعالى نضيف خطوة تاني ميك principle تمام انا بعمل بوند اساسية اللي هي اللي بتبقى مع الاتش هنا او هنا تمام يعني انا لازم يكون عندي بوند ربطالي الاتش مع ال او وبعد كده بيطبقى ليلكترونز الالكترونز بيتوزعه على ايه بيتوزعه على ان انا بشوف مين مكملش اوكتت بكمله وبشوف لو في حاجة باقي خلص باوزعها على الرقم تمام او بناقصها من الرقم او بزبطها على الرقم بس سنتر الاتوم يعني هي ايه اللي انا بلعب عليه السنتر الاتوم بعرفها ازاي بتبقى الالمنت الاقل تمام يعني هو دي ابسل طريقة ممكن تعرف بها سنتر الاتوم يعني فيه كومباونز بتبقى معقدة اكتر بتحتاج ان انت تشوف فيها الفورمال تشارج وتشوف الحاجات زيادة يعني لكن اه في المطلع بيديك حاجات زي اتش تو او سي او اه اس اف سيكس حاجات زي كده فيعني بتبقى حاجات بسيطة تمام ده بالنسبة للوستركتر في حاجات بسيطة دي استبقى ايه بورن ديبقى ثلاثة فالبورن دلوقتي عندك بيبقى ثلاثة. فالثلاثة آآ زائد السبعة بتاع الفلورين. يعني تلاتة بلس سيفن تمام? في ثلاثة طبعا فتلاتة واحد عشرين اربعة عشر. تمام? اربعة عشرين الالكترون. هتعمل البونز الاساسية تطرح ستة. تمام? يعني ادي اتنين 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 ست خلاص يعني مش محتاج. تمانتاشر. الالكترون زيت هتوزعها فين? هتوزعها على الفلورين. تمام? يعني دول اكتر حاجات عندها الاكترون هتوزع عليها ايه الست هنا هتروح ستة 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 هتلاقيهم تمنتاشة هاي بقى زيرو طب ايه المشكلة يا عام المشكلة كده تعال بص عالبورن هتلاقي مش مكمل اوكتت ادي معا اتنين اربعة ستة طب هتقول لي بسيطة خلاص يبقى سوري كده تعالى عشان ما نتلوضش بس فتعالى نعمل بند كمان ونلغي الاتنين الاكترون دول ويبقى ده حاجة انا عرف قدام ان انت مسلا عملت بند اه مع واحدة والبقيين هيقول لك مش معنى فروح البند دي تلف ايه تروح هنا والبند بعد ما تلف تروح هنا وبعد كده ترجع تاني هنا دي بيبقى حاجة اسمها يعني بس هنفهم اكتر قدام يعني مش محتاج ان احنا نتنخش في قوي بس دي حاجة موجودة فليه ما يكملش الاكتت بتاعهم لان ببساطة البي بيتند اساسا ان هو يبقى عنده تمام يعني البي هو بيحب كده هو بيحب انه يبقى عنده فتعالى نمسح كده ده بقى تمام هو بيبقى بيفضل اكتر او وبيبقى ستيفل اكتر لما يبقى عنده فده من الحاجات اما من الحاجات التانية بقى اللي بيبقى عنده يعني بيبقى زيادة قوي فتعالى مسلا نبص على السالفر هيكسافلورايت تمام؟ السالفر هكسافلورايت ده شكله بيبقى سالفراية في النص وحواليها ستة ايه؟ ستة فلورايت طب هتقول لي ايه المشكلة هقول لك المشكلة ان ده اثنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اللي اتناشر دول راحوا فين يعني انا عندي اخر واحد التو اس والتو بي بعد ما ملاهم راح فين تمام سوري بعد ما ملا السري اس والسري بي البقى راح فين راحوا على طول في السري دي يعني مش محتاج حاجة يعني بس هتقول لي طب مش مفوضة لبعد السري بي بيملى بيملى الفورس آآ اس عايزك تفهم حتة ديت كويس تمام انت الوقتي لو تيجي تملى الفور اس ده بيبقى النسق الطبيعي لكن مش معناها ان ده الانرجي ليبل متاح تمام يعني الفور اس بيبقى اسهل ان انت تدخل فيه فعشان كده هو يتميلي قبل السري دي تمام اما السري دي هو اللي فعليا مفروض يتميلي بعد السري بي فهو ده اللي بيقفالي ومتاح ليك ان انت تملى بعد كده تمام مش الفور اس فاي حاجة بعد بريد تو يعني بوس هو حتى كتبها لك ان الموضوع بتاع ان الحاجة اكتب متلاحظة اكتر فين في الالمس بتاعة بريد سري تمام الالمس بتاعة بريد سري وعلى فكرة مش بتبقى الالمس بتاع بريد سري بس بتبقى فيه مبعض حاجات اكتر يعني انت حتلاقي الالمس في بريد سري زي الايدين وهكذا تمام يعني انت عندك الايدين بأكتب تمام بس اهم حاجة ان انت تبعد على بريد تو اول ما تلاقي المنس بريد تو غير البرون طبعا يجبه بيكون بيبقى اكتترول تتبع اكتترول زي ما انتقي يا ببص بريد تو بريد تو ارفيور ديت على طول ايه اكتت ما تجيبهاش مين ولا شمال هي حلو لكن طبعا ايه معادة معادة الكابتن ده معادة حلو فهذا اكسبت اكسبت بورن لكن اي حاجة بعد كده براحيتها بقى تملك براحيتها عشان عندها فاضية زي سري دي وهكذا ممكن ايه تخزن فيها الكترونز عادي ازيادة يعني هو فوق الاس فوق اه بياخد اه تمانية يملى بيهم السري اس سري بي وياخد الارباع الباقيين يحطهم في السري دي وهكذا بس فالدنيا بتمشي فكده ايه ده احنا نبقى خلصنا بتاعت اكترول وهي ندخل بعد كده يا شباب على الصمب بتاع الاكترول وده انا قررت ان انا اجيب عليها سؤال عشان اه تثبت اكتر وهكذا فتعالنا ناخد الموضوع على طول انا عارف ان الشابت المتعب الصراحة بس ايه هو مفيد خلنا كده ايه نرسم مبدئيا الاي ادي الاي وادي الاي بس في خطوة نسنا نعملها اوعى تنسى اول حاجة تعملها تمام انا عندي الاي دياتي يعتبر تمام اي دين يبقى فسبعة في بتاعت الوحدة في تلاتة عشان عددهم تمام زائد ايه زائد ما تنساش دي عبارة عن يعني لما اقول لك اي سري نيجاتف وان اي سري نيجاتف وان ده عنصر اه يعني هو غير ان هو عنصر انفجاري بس هو يعني عنده الكترون تاني من بره تمام الكترون من بره ده انت ملكش داعه هو جي من ايه تمام بس لازم تحطه معاك في المعادلة عشان هو ده الكترون موجود انت لازم توزعه فكده واحد وعشرين زائد واحد يبقى اتنين وعشرين بتعمل ايه بعد كده تعال كده نعمل كل خطوة الوحدة الخطوة الاولى بتعمل بند الاساسية تمام بند الاساسية يبقى ناقص اربعة كده عشان انا عملت بند وبند يبقى كده اللي باقي من العملية دي ايه تمنتاشر حلو تعال نغير اللون ايه الخطوة اللي بعد كده خطوة اللي بعد كده قال لك بتوزع الالكترون زي اللي باقي وببنهم كلهم شبه بعض فادي هنا اتنين يعني عايز اوزدعهم اخلي ده يكمل كل واحد يكمل كمل كده ده كمل كده ده كمل كده ده كمل كمل كده استهلكت كام ستة وستة واربعة آه يبقى كده ستتاشر بطرح من هنا ستاشر اتبقى لي اتنين الاتنين الاخرانيين دول بقى ايه بلون تالت دول عبارة عن ايه دول عبارة عن تمام اه اتنين طب هتحط على مين هتقسيوم ان هو بتحط على تمام يعني انت دايما بتقسيوم ان بيحصل في فتحط اتنين كمان هنا هلو يا بقى عندك اتنين هنا وتطرح اتنين اخيرة ايه تخلص انت كده تبقى ايه زي اللي همعلم وخلصت وتعمل كده حواليه وتكتب من فوق نيجاتف وان وهنشرح نيجاتف وان دي بتيجي ازاي وبتتحسب ازاي قدام يعني الصراحة الحزبتها حلوة ومفيدة يعني اه فخلينا ايه نمشي بالبسيط يعني بس ايه اديك فهمت ان انت بتحسب اول حاجة اول خطوة لازم تطرح تمام فبعد ما بتعمل بتروح موزع يعني ديستربيوت جميل بعد ما تدستربيوت رابع حاجة بالستربيوت اسمه ايه هذا اسمه check octet يعني انت بتشك loca leather بالشيك قول الفطرح لو عندك الا呼 الى فازیا ايه اه لو دي خطوة ايه ايه او لو عندك تعال نكتبها بلون تاني لو عندك if sorry ايه اللون if electrons left تحطها فين on central atom وتمع ولازم الاطم ديت تكون ايه مش من period 2 not in period 2 اساسا يعني لو لقيت ان في النص اه منش حاجة تابعة period 2 ايه سوري لو لقيت ان في النص حاجة تابعة period 2 و عندك الالكترونز ديت لا انت تبقى تعيد الحزبة شوية عشان اكيد تلاقي فيه حاجة وفيه اساسا حاجات قدام بنعملها بنضيع الالكترونز ديت اه في صورة تانية اه بس بر يعني هنشرحه اكتر في فيزبر وفي صورة تانية ايه 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 موجود وعايز يكمل اكتد فبيكمله الطريق انه يعمل بوند زياده بوند زياده دي تتبقى مع واحد وفيه اثنين تاني شبعه الاودي شبع الاودي فاشمعنا دي فاروح مبدل تمام وطراحي مبدله تمام ودير مبدله الفكرة ايه اللي بيحصل الفكرة دلوقتي يعني تعالى نعملها من الصفر خالص يعني دلوقتي تعالى نجيب التوتالفيلنس الالكترون عبارة عن خمسة زائد ستة في كام ثلاثة فكده تمنتاشر زائد خمسة تلات وعشرين زائد واحد فكده سيساوي ايه هتطرح البوند الاساسية يعني واحد دين ثلاثة ستة من اربعة وعشرين وحتلع لك تمامن تاشر ثمانتشر دي هتوزعهاها على الاكسجين انت يبقى عندك او كده ادي واحد دين terapعة من اضمها هذه الا inconد واحد دين تلاتة وربعة خمسة ستة او كده فكده وتطرح التمنتاشر والتمنتاشر وتعشت. اهو. يعني صفر خلاص. طب كده الان مش مكملة اوكتت. والان زي ما قلت لك دي بريوت كان بريوت تو فما تقول لقش ان بريوت تو ما يكملش اوكتت. فلا تروح او متنازلة عن حقها في الاتنين دول وعمل بيهم ايه? شيرن كده. طب ال او دي تتقول لش معنى. يعني شمعنى دي يبقى عندها دابل بوند وانا يبقى عندي سنجل بوند. تمام? والدابل اه من السنجل. عشان دابل بوند بيقى انك انت رابط الحاجة باتنين فالبوند دي تتبقى اقوى واقصر شوية. بيقول لك ديش معنى. فتروح ايه? دية تقول لها ولا تزعلي. دية تبقى كده ودية تبقى كده وانشيل اتنين من هنا. فاللي جانبها هتقولش معنى. هتقول لك ولا تزعلي. يبقى ايه? دية برضو يرجع لها الاتنين. تعال انشيل اتنين. ونعمل ايه? بوند تروح من هنا لها. بعد كده بتروح من هنا لها. بعد كده بتروح من هنا لها. بس و ايه? اللوب دية هي اسمها ال Jadeonance. يعني بيروح من هنا لها وبيروح من هنا لها وبيرجع عواية كازا. بس. فدية الفكرة بتاعت ال Jadeonance ببساطة. مش بتنسيل عليها كتير بس إه اللي تعرفوا من الل Resonic ان هو لو قالك tool dig bybقى دي بيبقى كام. هتقول ان كل طولهم واحد. كل طولهم واحد. ليه? عشان وهنبج انك عندك الالكترون متوزع على ايه? اتنين الالكترون متوزعين على ايه? على التلاتة دول. فانت البند دي بتبقى كنات مين? تمام? فتعال كده نرسمها بشكل الطبيعي. تمام? ودي كده ان. ودي او. حلو? بيبقى فيه هنا. صانية. تعال نغير اللون عشان يبان. بيبقى فيه هنا. بند كده. وهنا بند كده. وهنا بند كده. دي بتبقى كام? دي بيبقى عدد الالكترونز اللي بتشيرها على ايه? على الكمية. انت هنا بتشير تمام? على كام? على تلاتة. تلاتة بوندز. تمام? يعني دول كلهم منصص بوندز. او تلات بوندز. تمام? دي تلت بوند ودي تلت بوند ودي تلت بوند. تمام? فده بيبقى شكلها عشان العملية دي بتحصل بسرعة قوية. كأن الموضوع مش بيلحق. فهو كأنهم عندهم كلهم تلت بوندز زيادة. وبيبقى ايه متوزع لهم كلهم? وبيبقى شكلهم هكذا. وطبعا ما تنساش من بره. فده بيبقى شكل او شكل بوندز بالرزيننز والبوند دي تطولها نفس البوند دي تطولها نفس البوند دي. وخلاص. هي بتبقى ايه? دي فكرة بكل بساطة. ايه بقى فكرة الفورمالتشارج? الفورمالتشارج ببساطة هي تلات ارقام. اول رقم اول خانة تعال نعمل كده ادي خانة بلس. اه اسمه ايه? اخانة خانة تاني. لا لا تعال كده مغير اللون الموضوع مش نافع. تعال خانة. ودي خانة. ودي خانة. جميل? ودية مينوس دية. دية مينوس دية. يساوي رقم. ايه بقى الخانة والخانة والخانة? اول خانة دي. بتبقى الفيلانسي الكترون. الفيلانسي الكترونز. بتاعتي. جميل? تعال نشوف حالة ان ساعتها هتكون كام? ساعتها هتكون خمسة? جميل. وتاني خانة بتمسلي نمبر اوف بونز. جميل? او مش هي نمبر اوف بونز هي نص النمبر اوف الفيلانسي الكترونز اللي هي عملالها شير. فبس احنا بنقول نمبر اوف بونز يعني مش لازم يعني نقعد نقول هاو هي عملة شيرينج دلوقتي كام? ادي اتنين اربعة ساعته تماني. يعني كام بونز اربعة. فخلص نبتب اربعة. يبقى دي نمبر اوف بونز. تمام? مش نقصة ايه. اه نقعد نطلق. فادي ايه اربعة. واخر خانة بتبقى النمبر اوف الايكترون انلوكولايز. تمام? انلوكولايز اللي هي بتبقى على الان من بره. هل في هنا الايكترونز على الان من بره? لا صفر. فكده التشارج بتاع النيوترون اه هنا. اه نيتروجين سوري. اه نيتروجين ايه. التشارج بتاع النيوتروجين بوست فون. جميل? جميل اوي. فتعال نشوف مثلا فورما التشارج للأكسجن دي. الاكسجن دي عبارة كام? هي ناقص عملة بوند واحدة. ناقص عندها ستة من بره. فكده نيجاتف ون. طب تعال نشوف الاكسجن دي. هي ستة. ناقص عملة اتنين بوند. يبقى ستة ناقص اتنين واربعة. ناقص اربعة يبقى دي ايه? بتاعتها صفر. ودي ايه نيجاتف ون. ودي ايه نيجاتف ون. اجمع كده مع بعض. هتلاقي نيجاتف اللي هي التشارج التوتل بتاعت الكمبوند. انت من الفورما التشارج بتقدر تحدد التشارج التوتل بتاعت الكمبوند. ودي مهمة اوي اوي اوي. هتقول لي مهمة في ايه يعني? ما هي حاجة سهلة يعني ممكن نعمل. هتقول اه اقول لك مهمة في ان انت تعرف تحدد الشكل اساسي. هتقول لي ازاي? اقول لك تعال ناخد من الاول. من الصفر خالص. اه السي اربعة. تمام? زائد ستة في اتنين. فبالتالي ده وتعالى نشد خط كده. تعالى نشد خط. اه اربعة زائد ستة في اتنين كده ده اتناشر واربعة. اه يبقى ستاشر جميل? ستاشر الالكترون. اه دلوقتي تعالى نرسم السي. ودي او. ودي او. البوندز الاساسية. اربعة. نقص اربعة. فكده اتناشر. جميل جميل. فتروح عامل لي بقى بلون تاني. الالكترونز اللي حوالين داير. ادي اتنين اتنين اتنين. ودي اتنين اتنين اتنين. كده ده كمل اكتت ده كمل اكتت. بس السي ما كملتش اكتت. فنعمل ايه? سي لازم تكمل. فنروح طرحين من هنا اتنين. وعملين بوند. طرحين من هنا اتنين. بس لازم نطرحوا ازاي او من هنا بقى. مفيش عشان لسه ما كملناش اكتت برضو. وعملنا ايه? اتنين بوند هتين. عملنا اتنين بوند دبل مع البوند الاساسية. وكده بقت كل حاجة زي الفل. هتقول لي طب استنى. طب ما انا ممكن اعمل اتنين بوند من واحد بس. كده هو. واشيل اتنين تاني من هنا. ينفع. في الشكل الاو مكمل اكتت والسي مكمل اكتت والتانية مكمل طب اikka ايه اللي ما نفعهش ده بقى? ايه اللي ما نفعش الشكل ده? اللي ما نفعش الشكل ده. زي ما انت ايه اكيب توقع اها. طب ليه التوعب؟ طب تعالة كده احسب لي التوعب بتاع الاو في الحالة داية. يعني تعالة في الحالة داية كده. اه الاو بيبقى ادي كده الو ستة. ناقص عدد البندس تلاتة. ناقص الاتنين الالكترون اللي حواليها. فكده التلاتة ناقص اتنين ناقص ستة يبقى كده واحد. بعيد. تعال نشوف الو اللي هنا. ستة ناقص واحد ناقص ستة. بقى كده ناقص السي هنا. السي هنا زيرو. عشان هي اربعة ناقص اربعة. ناقص صفر. فبالتالي ايه? صفر. فخلاص. ده كده بتاع الشكل ده. طب الشكل الاساسي اللي احنا كنا عاملينه. تعال نرسمه تاني هنا. يعني بلاشن للاغبط ده. تمام? ده ايه? تعال نكتبه كده. آآ ولون اخر. رونج. جميل. تعال نكتب بقى ايه? بالاحمر. هنا كتب السي. ومعها هنهان ومن هنا واو وهنا وهنا كده او. بس. تعال نحسبلي بقى. وهنا طبعا اثنين الالكترون وهنا اثنين اليوم بس نفس التوزيع بالظبط. احسبلي هنا الفورمال التشورج فورمال تعال船. ستة ناقص اآ اتنين ناقص اربعة يعني زيرو. هنا السي زيرو زي ما احنا عارفين اربع ناقص اربعة ناقص صفر. هنا ستة ناقص اتنين ناقص اربعة بردو. هنا هتلاقي على الاو والاو التاني اقل. تمام? يعني او ما فيه بالانس. تمام? انت بتدور على اكتر شيء في بالانس ان فورمال انت بتدور على اكتر حاجة فيها بالانس. هنا هتلاقي ان في واحد عنده نيجاتف واحد عنده بوستف طب ليه? وانا عندي شكل ممكن يأفرش ان كل يبقى زيرو. تمام? انت بتشوف الاشكال اللي عندك. ايه المتاح. المتاح كذا وكذا وكذا. المتاح متطابق مع المعايير بتاعة الاوكترول. ومتطابق مع شكل لويس. خلاص. يبقى كل حاجة مزبوطة. من اللي تبقى ان انت تشيك الاخير الفورمال تشارج. تشوف مين عنده اقل فورمال تشارج? او اقل تشينج في الفورمال تشارج? وتختاره. جميل? جميل. اه بس فايه ده? يعتبر من اهم الكون سبتات اللي انت هتفعامل معيها. وده ايه? ده الكوريكت. ده كوريكت. بس فايه? اه كده تبقى كل حاجة عن الفورمال تشارج وريزونس. واتمنى تكونوا فهمتوا كل حاجة عشان اللي جاي بقى ايه? هو المهم قوي يعني. هو اللي هنطبق كل حاجة بقى مع بعض زائد شوية حاجات اللي هي علاقة بالايه? بتوزيع الالكترونس. الا وهي فيزبر. جميل? وفيزبر انا هنا جايبك في سلايد بيضة. سلايد بيضة ليه? عشان انا اللي هبدأ اشرح لك من الاول ايه هي فيزبر سيري. وهي ندخل يا شباب على فيزبر موديل. والفيزبر موديل هو يعتبر الموديل اللي بيفصر لك بقى كل حاجة من كل حاجة. يعني خلينا ناخد قوانين الموديل ده واحدة واحدة. مبدئيا انت الموديل ده معمول عشان يجيب لك الجيومترك شيف بتاع الحاجة. اول ستب بتاعتك ان انت هتديرمين. ديرمين. زا. سنترل. اتوب. جميل. جميل. وتاني حاجة ان انت هتديرمين. جميل. وتالت حاجة ان انت هتكالكوليت ال potato valance electron وتطرح منه ايه ال principle pons يبقى ايه? total valance electron. ممكن تعمله قبل معا قبل قبل عشان. تمام؟. و ناقص البونس الاساسية. بعد كده اريو ذاع اربعة او بتشيك for octet بعد ما تشيك for octet وتضبط octet اخر حاجة بتحط الالكترونز بتبقى خطوة زيادة فانا هكتبها باللون تاني عشان ما تدخلش معاهم دي بتبقى خطوة زيادة if any electrons place it on central atom جميل جميل فده الست خطوات عشان تعمل فيسبور مودر طب هو فيسبور مودر زود ايه عن البعين زود الجيومتري يعني ايه جيومتري تعال هناخد الموضوع ايه بالراحة مبدئين انا عايز اعرفها في الفاريبلز بتاعتي انا عندي ثلاثة فاريبلز عندي الايه ده بيزوي central atom central atom و x ده اللي بيبقى الاليمنت التاني او surrounding atom surrounding atom و e ده بيبقى اللون بير جميل جميل خالص كده انا عرفتك بالبريربلز بتاعتي وعرفتك بالخطوات اللي مفروض نعملها اخر حاجة هتعرفها حاجة بتعرف ان ديت معلومة لك ديت معلومة حابة انها تكون معك هاك كده صغيرة هاك هاك انا عاملها كده اسمه اذا او عاملها على شكل شباك جميل الهاج ديت عبارة عن ايه عبارة عن انت لما تلاقي total الالكترون even تعرف ان هي normal compound اما لما بتلاقي odd جميل يعني تلاقي total الالكترون 25 23 19 كده ده بيبقى radical radical compound حل وفي الاخر بيتبقى لك الالكترون كده بتحطه على central atom لماذا؟ عشان central atom هي اللي بتعمل reaction مع الحاجة اللي جنبها ف اي الالكترون باقي او كده بتحطه على central atom تعال بقى هنرسم الشبس في السلايد ديت وفي السلايد الثاني مبدئيا هناخد اول شب معنا اول شب معنا اول شب معنا اللي هو شب رقم واحد جميل شب هو رقم واحد ده اسمه linear linear compounds شكله ايه شبز الرقم واحد شكله ax2 يعني انا عندي central atom واثنين surrounding تمام الشكل ده ايه مميزات او ايه اسمه هو بيبقى اسمه linear تعال كده نكتب اسمه باللون تاني يعني هنوعد نغير الالوان هيبقى اسمه linear والزاوية بتاعته 180 يعني انا بيبقى عندي الا كده وبيبقى معايا اكس هنا ومعايا اكس هنا جميل؟ فجميل هنا بتبقى زاوية كام 180 دجري تمام؟ حلو ايه كده احنا خلصنا اول نوع ندخل على تاني نوع تاني نوع فيه شوية حلوين كده اللي هو ال triagonal planner triagonal triagonal planner جميل؟ ده بيبقى شكله AX3 او تلات حاجات تركز معايا AX3 او AX2E A يعني ايه؟ تعال نشوف كده AX3 تعال بس نغير اللون AX3 بيبقى عبارة عن A ودي اكس بسمه ايه؟ ودي اكس الزاوية تبقى 360 فال360 هتوزع الثلاثة فانت عندك الزاوية الوحدة تبقى 120 جميل؟ جميل اوي فده بيبقى شكل العادي او AX3 ده بيبقى شكل AX3 تعال كده نشوف شكل AX2 AX2 بيبقى بتشيل X من دية وتضيف لون بير فبيبقى ايه؟ ولون بير و X و X ثاني ده ايه الفرق؟ اه سوري ديت 120 يعني عشان بس ايه؟ الرقم شكله او تعال نمسحه يعني مش يخصر 120 شكله بقى وحش من الاول ف الزاوية اللي هنا ديت دايما دايما بتبقى اسمه ايه؟ اكبر من 120 ده ليه؟ سوري بتبقى اصغر من 120 يعني دايما دي بتبقى ايه؟ اصغر من 120 عشان اللون بيرز كل ما بزود عدد اللون بيرز ده بيقللي الزاوية بتاعت الحاجات وسوري انا مش بيعمل مع الاليمنت انا بيعمل مع السرروندج من بعضه تمام؟ السرروندج وبعضه السرروندج وبعضه هنا هيبقى اصغر من 120 دي جريد حلو 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 السرروندج بيخلي حتة ديت يعني بها فده بيعمل تنافر مع الاليكتروندج اللي عمل البوند مع الاكس هنا فده ايه؟ بيبعدهم بالنسبة او باخره فالشيلدد ده يعني مش لازم اخطه انت اديك المهم ايه؟ اعرفت من الشرح وخلاص بعد كده ايه؟ ده شكلين التانيين طالت شكل ايه؟ طالت شكل معايا هو شكل التتراهيدرل تمام؟ التتراهيدرل جميل؟ التتراهيدرل ده عبارة عن AX4 او زي ما انت عارف AX3 جميل؟ واخر حاجة بيبقى عندك AX2 وانسيت عرفك على الاسم التجاري بتاع الاليمنس ده ده بيبقى اسمه عادي وده بيبقى اسمه ايه يا ربي؟ ده بيبقى اسمه بنت او V shape ليه بيبقى اسمه بنت او V shape؟ عشان بص هو بياخد شكل V لتحت هو بياخد شكل بنت فانت فاهمني؟ فده بيبقى اسمه بنت او V shape حلو؟ حلوة فده بالنسبة ايه لطوق اللمز اللي موجودين عندي بشكل ايه؟ التراهيدرل اما شكل التتراهيدرل فاول شكل معي بيبقى اسمه تتراهيدرل عادي تتراهيدرل عادي جدا اما تاني واحد ده بيبقى اسمه السيسو حلوة يعني ايه بيبقى اسمه السيسو؟ اه سوري اه ده بيبقى اسمه باي بريمدل ده بيبقى اسمه تراهيدرل باي بريمدل وطبعا ما تخافش من من كمية الحفظ ده يعني انت منش تحفز كل ده واخر حاجة معانا انت من كتر الحل في الحاجة اه عينك تتعود على المنظر ده او ان انت تقعد تتفسرها بالطريقة ديت او اه انا هنا عندي سنترل وعندي اثنين وعندي واحدة لون فكده ده اي اكس تو اي اه اكس تو اي كان اسمه بنت او بي شيب وبيبقى عنده زاوية كزا ومش عارف ايه كزا تمام فده باس طريقة تسهل على نفسه فاخر حاجة خالص ده بيبقى اسمه e البنت شيب تمام ده بيبقى برضه البنت او ال بي شيب جميل؟ يعني الى اكس تو اي تو ده بيبقى اسمه ايه برضه البنت او ال اي شيب يعني احفظ الاكس تو اي او و الـ ax2-e2 ده بيبقى اسمه ايه؟ bent أو v-shape فتعال كده نرسم ده يعني هرسم لك دولتا لك أنت تتخيل الباقي يعني عندك دولتا بيبقى عبارة عن x و a هنا في النص و بيبقى فيه x وراء تمام و x طلع في الشكل بيبقى معمولة بالشكل ده تمام يعني عشان يبقين لك ان هي طلعة لقدام و x راجع الوراء فبيعملها بالشكل ده تمام اللي هو او ثانية تعال نعملها بشكل منظم اكتر اللي هي بتبقى كده كده وكده ويحط لك x هنا تمام فدي معنى الـ x دي اللي وراء الزاوية ما بين الـ x والتاني بتبقى كام؟ بتبقى 109.5 جميل؟ جميل انت كل ما بتزاول لون بير بيبقى هي هي تمام يعني الزاوية بس بتقل 2.5 يعني عندك ده ده الزاوية بتاعته 109.5 ده الزاوية بتاعته لما زاودت لون بير وبيعمل شيلد يعني شيلد اكس من دول وعملت شيلد فده قال للك الزاوية 2.5 فبقت 107 طب ده الباي بريمدل ده بقى 104 ونص وفيه عنصر مشهور قوي باي بريمدل اللي هو ايه؟ اللي هو الـ h2o ازاي الـ h2o؟ الـ h2o شكله كده ودي لون بير ودي لون بير ودي لون بير ودي اتش ودي اتش لو عملتها بالطريقة اللي هو من بداية انت تحسب الـ total balance الالكترون بعد كده توزع وبعد كده اكترون هتلاقي ان انت ايه؟ تعال بقى ايه؟ شوف فيزبر عندي هنا تنين الـ surrounding يعني 2x وعندي ايه؟ وعندي tolumbair فاي اكس تو اي تو اي اكس تو اي تو ده اللي هو ايه؟ ده سوري ده اللي مش الـ مش الـ ده اللي هو الـ v-shape بس فده الـ v-shape هو اللي مية واربعة ونص انا علمت انا غلط بس الـ v-shape هو اللي بيبقى مية واربعة ونص جميل فده سوري هو اللي بيبقى الـ o2 الـ h2o وبيبقى عبارة عن ان انا عندي القوة حوالها اثنين لمبير اللي هي تو اي وعندي الـ x فيها وعندي اثنين اكس اللي هو الـ 2-H وعندي الايه اللي هي الاكسجن بس ده بيبقى الزاوية بتاعتها مية واربعة ونص وانت انا بتقلى اثنين ونص اثنين ونص اثنين ونص لحد ايه؟ لحد الاخر بعد كده هندخل على اشكال اللي هي اعقد شوية اشكال اكبر شوية ومش هناخد اكتر من دول يعني هم دول لو انت عرفتهم فانت كده زي الفل ديت الاسلائد التانية الفاضية اللي هنشرح فيها بقى الاشكاله وناخد معانا الشكل التاني تعالى ناخد اللون رقم اربعة بيبقى اسمه الترايجونال بيبريمدل بس خفيفة تمام؟ يعني الترايجونال بيبريمدل ما حد اشي اخد على اسمه اه يعني اه 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 انا كتبه من الذاكرة يعني فاه الترايجونال بيبريمدل جميل جميل اوي ايه شكله اي اكس فايف حلو قوي او ايه بقى ما انت تعالى بقى انزل اي اكس فايف او اي اكس فور اي او اي اكس سري اي تو سوري دي اي اي او اي اكس تو اي سري عندك تلات اشكال دول كل واحد منهم بيبقى بزوايا مختلفة تعالى نشوف الزوايا مبدئيا ال اي اكس فايف ده بيبقى شكل كده سباع الابعاد يعني بيبقى حية كبيرة يعني بيبقى الا هنا وعندك اكس فوق و اكس الجوه خالص و اكس الجوه هنا خالص و اتنين متوزعين واحدة وراء واحدة قدام تمام يعني واحدة بتبقى كده اكس واحدة بتبقى ايه قدام يعني هنا كده بس كده اكس فهي بيبقى شكلها كده ده فجل العادي فهي تشيل مرة من كل مرة و تضع المؤشر كيفية انت كم ساقوم بمرة و تضع الموضوع هذا هو ماذا ؟ هذا الشكل من الأجدعان أعرفه أنه يسبق اسمه على اسم الجروب يعني كل هؤلاء تابع جروب تريجونال باي بريمدر لكن كل مرة يسبق اسمه خاص هذا سيكون اسمه تريجونال باي بريمدر هذا سيكون اسمه تريجونال و لا يحتاج كم باي بريمدر هذا الشكل يكون اسمه ايه؟ طبعا نكتب الزوايا على طول الزوايا لا تكون كونستانتا لكي يكون كونبليكس أو مرحبا هذا الذي يكون لديه زوايا الزوايا تكون على حسب في الزوايا بين هذه المجموعة تكون 90 هذا X و X تكون تصعين وهذا بعض الاليمانت وهذا الاليمانت يكون بينهم 120 وهذا الاليمانت بينهم 90 وبينهم ايه؟ نكتب كده 120 وبتبقى 90 ديجري ثاني شكل معنا بيبقى التي شيب أو سوري ده السي سو ده بيبقى شكل السي سو حلو قوي السي سو ده بيبقى كونبليكس كونبليكس بطبعا كونبليكس بطبعا بيبقى شكل ثابت كل مرة بيبقى زوايا مختلفة فما فيش حاجة محددة اخر واحد اللي هو القابل الأخير ده بيبقى اسمه التي شيب والتي شيب ده بيبقى زوايا مختلفة كونبليكس بطبعا وفيه ثلاثة اكس يعني لك انت تتخيل بقى ايه فيه ثلاثة اكس كده متوزعين بشكل هوريزونتل أو فيرتكل يعني على الحظة انت شايفها ازاي وكل واحد بينهم تسعين درجة فده بيبقى الشكل ده بيبقى ايه ده بيبقى ايه ديجري بتاع تسعين مش محتاج ان انت تتحفز اخر شكل معانا بيبقى اللينير يعني تدود ساعتها الاكس بتبقى على الطرف هنا واكس على الطرف هنا واللون بيرز متوزحة يا ايه انا عايزك تتخيلها معي انا ارسمها بس ايه بشكل توضيح بيبقى كده ودي لون بير ودي لون بير ويبقى مية وتمانين عادة يعني ده بيبقى ايه اللينير عادة جدا بيبقى الزوى بتاعته مية وتمانين دجري فهنمسح ده بس او خليه يعني ده بيبقى ايه ده الشكل الاخير وده الشكل الاولاني ندخل بعد كده على اخر واحد وهو اعقد واحد فيهم وهو شكل الاكتاهيدرول. الاكتاهيدرول. جميل. اه وطبعا الاكتاهيدرول مش محتاج ان انا اقول لك ان هو اي اكس سيكس. وطبعا لو انت عايز تنزل. بس ان انت متنزلش كتير. يعني بتنزل اي اكس اي 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 هما دول يهمون يعني اي اكس كيف ايه? واللي ايه اكس فور اي تو. تحت كده بيبقى الموضوع مش ستيبل قوي. صعب ان انت يبقى عندك اكتر من اللومبير وكمية ديت في نفس الوقت. فده بيبقى بالنسبة للشكل الاكتاهيدرول. وطبعا مش محتاج اقول لك ان اول واحد اسمه ايه? اسمه اكتاهيدرول عادي. اكتاهيدرول. تاني واحد. وده بيبقى ايه? ده زاوية بتبقى تسعين. حلو? تاني واحد بيبقى اسمه ال سكوير باي سكوير باي رامدل جميل وده بيبقى برضه الزاوية بتاعته تسعين ابروكسيمتلي يعني ده بيبقى تسعين ديجري ابروكسيمتلي تالت واحد والاخير ده بيبقى سكوير بلانر سكوير بلانر جميل وبرده الزاوية بتاعته بتبقى تسعين تقريبا وطبعا لو انت عايز تخيل شكل حاجة عملاقة زي كده فهو هيبقى صعب بالصراحة بس يعني بيبقى حاجة كده اكس هنا اكس هنا واكس هنا واكس هنا واكس طالعه في وشك واكس لجوه تمام فهي يعني فاهم انت الشكل التاع الروبكس كيوب ده هو ده يعني انت بيبقى في اكس طالعه في وشك كده طالعه من الشاشة نحيتي بيبقى في اكس كده تمام انت طبعا لو عايزت تباين حاجة طالعه من الشاشة بتعمل البوند كده تمام اكس وفي بوند ورا تمام اكس تاني ففي واحدة طالعه في وشك في واحدة الورا خالص انت مش شايفة فده بيبقى ايه الشكل دوت ولو لقيت سوميليشن او حاجة زي كده هحط لك الصور بتاعته في الفايلز بتاعت الحاجات ديت لما ارفعها هيبقى شكلها موضح اكتر الحاجات ديت يعني وبس كده نبقى احنا خلصنا فزبر وممكن نراجع عليه على السريع يعني ايه بفضل ان احنا نراجع عليه لكي يبقى ثابت معانا في الدماء ما بدقيا احنا اقلوا الخطوات هنعمل ايه ممتعنا الامر �� نستخدم البانت بعد نستخدم البانت وتطراح منها البانت ممتع البانت ثم نتخ طريق ثم تطراح بعد کده ايه اخر حاجة تشيك وبعد كده في خطوة اخيرة لو في الكترونز اتبقت معاك بعد ما اعملت الشكل الاكتود وكل حاجة الكترونز دي بتتوزع على النص سواء كان الالمين ده ايه راديكال ولا نورمال يعني لو راديكال بتحط الكترونية واحدة بس كده في النص او بيبقى لون بير و جنبها الكترونية المهم ان يبقى الكترونية دي تعلي ايه؟ على السنتر الاتوم بعد كده عندك اه تلاتة فاريبلز اساسيين في المعادلة وهو السنتر الاتوم السرائوندنج اتم واللون بير جميل? الاساسيين في الشكل اللينير بيبقى عبارة عن هي سنتر الاتوم واحدة ومعها حدويا اتنين سرائوندنج جميلا جميل ده ما ناشبع شكل واحد وبيبقى هو اللينير وده بسبب ان بيبقى اكس يمين اكس شمال وبينه مثل وايه مئة وثمانين درجة الطبعا انت الديجريز تجيبها ما بين ايه؟ ما بين الاكس والثاني فانت برضو عشان اقرح عشان اقولتها غلط في الاول ان انت بتجيب ما بين الاكس لأ انت بتجيب ما بين الاكس والتاني حلو فبالنسبة مثلا بيبقى اي اكس سري اللي هو الطبيعي بيبقى الزاوية كان مية وعشرين البنت او اللي هو بيقى في لون بير احنا قلنا لما تدخل بتعمل ايه بتعمل شيلد الشيلد بيعمل ايه بيبقى عادل شوية البوند فالبوند ما بين الاكس طبعا هذا ادي ابوند ما تجيب ليش الوسعة وتقول لزاوية اكبر لا اقرب بوند هنا اقل من مية عشرين اقل من مية عشرين اللي كانت موجودة في الاول فده بالنسبة للشكل التاني اللي هو اي اكس طو اي وده بيبقى اسمه البنت او البي تيتراهيدرال تيتراهيدرال عندك ثلاث اشكال ال اي اكس فور ده بيبقى اسمه تيتراهيدرال ال اي اكس سري اي يعني عندي اتنين تلاتة سراوندنج وواحد لون بير وعندي ال اي اكس طو وده بيبقى ال اي اكس سري اي هذا يكون اسمه هذا عابل أشهر من أشهر حاجة عندنا 1 الووتر سلعب الووتر الذي يمكن أن تحلها في هذا الشكل ستجدون ان يكون هناك 2 لومبير و2 بونز مع الاتش هذا 2x و2e وهذه ماذا؟ الزوية الزوية تتراهيدرود يكون 109.5 يمكن أن يكون الثاني 5 يعني ده بيبقى مية وسبعة ونصف. ده بيبقى سوري ده بيبقى مية وسبعة. والبنت بيبقى مية وربعة ونصف. فده ايه? ده التتروهيدر. ندخل بعد كده على الشكل التاني. وهو عبارة عن معي وده بيبقى اعقد واحد فيهم عشان ده بيبقى شكله صعب اكتر حاجة تخيله. يعني اول حاجة ده بيبقى فيها زاويتين. في شوية بينهم زاوية تسعين. في شوية بينهم زاوية مية وعشرين. بعد كده عندك السي سو. السي سو شكل مرجاحة يعني باخر. وده بيبقى ايه اكس فور ايه. تمام? فده بيبقى كومبليكس والزاوية بتاعته منش ايه محدزة. ال اكس سري ايه تو. ده بيبقى على شكل تي. ده بيبقى على شكل حرف تي فعالية. وبيبقى ايه? الزاوية لما بينهم ايه تسعين. ما انت عارف حرف تي? مين اللي عامل حرف تي. ال ايه والتلاتة اكس. يعني ال ايه في النص هنا كده. وعندك اكس فوق واكس تحت واكس شمال. وفي هنا لون بير وفي هنا لون بير. بس. واحدة في وشك واحدة في ضهر. هو ايه? ما ده شكل بتتيش ايه? بعد كده عندك ثالث ايه اخر حاجة سوري. رابع حاجة. اللينير. ان انت يبقى عندك ايه اكس تو. وحواليها تلاتة لون بير بالمنظر ده. وفي الزاوية مية وتمانين. انت طبعا زي ما انا قلت لك مش لازم تحفظ حاجة من دي. مش لازم تحفظها فعلا. انت خليهم قدامك. كل ما تحتاج اه ارجع عليه. ارجع عليه لحد ما تتتعود. وانت تتعود من كتر حل. لانا هتحل في ستحل في نفسك. ستجد قانون معك شغيل. بعد كده الاكتهيدرل. عندك الاحكس 6 الاحكس 5A والاحكس 4A2. الاحكس 6 ده اسمه اكتهيدرل زوية 90. احكس 5A ده اسمه سكوير باي ريميدل زوية 90. الاحكس 4A2 ده اسمه سكوير باي ريميدل زوية 90. وهنا تسعين يعني مش مش اكيد اوه بس كده تبقى كل حاجة بالرفيجن على فيزبر و ندخل بعد كده على الهايبروديزيشن و نيجي بعد كده شباب على كونسة مقاوية هو كونسة الهايبروديزيشن و ايه هو الهايبروديزيشن احنا دلوقتي عرفنا الموليكيلر موديل و ازاي بنجيب الشكل بفيزبر تمام و عرفنا ازاي بنوضع الالكترونز و على اساس ايه و ازاي بيبقى راديكل و ام ده يبقى مش عارف كل ده ايه جميل بس البند بقى من جوه كشكل يعني ده مسلا البند ما بين سي و سي يعني و حاجة زي كده تمام البند اللي من جوف تتعامل ازاي او بيبقى شكلها عامل ازاي يعني دلوقتي تعال نفترض اه مسأل بسيط قوي وهو الميسان للسي اتش فور دلوقتي انا السي عبارة عن كده و فيه بند اتش تمام و فيه بند اتش و فيه بند اتش و فيه بند تالت ايه اه رابع اخيرة ايه اتش تمام البوندس ديت متوزع وقلنا دوت عبارة عن اي اكس فور اي اكس فور ده تتراهيدرل معنى كده ان الزاوية هنا مية وتسعة ونص جميل فليه اساسا الزاوية مية وتسعة ونص وليه اه وفيه سؤال مهم انت دلوقتي احنا عارفين الفينس الكترون بتاع السي موجودين في التو اس تمام والتو بي حلو في المدارين يعني بتوع التو اس والتو بي اتنين هنا واتنين هنا جميل انا معنى كده ان انا عندي مختلفة يعني مثلا ممكن اله يكون حظه مع الالكترون في التو اس تمام ممكن واحد تاني يبقى حظه مع الالكترون في تو بي ممكن يبقى واحد حظه في التو اس التاني والتاني التو بي فازي البوندس دي بتبقى يعني ايه يعني كلهم واحد تمام فهو بمعنى ايه فيلنسي اكوي فيلنسي عشان العلماء كانوا كونفيوزد اوي من فكرة الاكوافيلنس بتاعت البونز دي فالهيبردزيشن كانت الحل اللي هم عارفوا ويطبقوه بعد كده على باقي الحاجات وايه واكدوا ان هو ايه الحل السير الصحيحة للبوندنج ما بين الايه الاليمينتس وبعدها تمام يعني ايه اكوي فيلنس دلوقتي انا دلوقتي لو رسمتلك تمام بيبقى عبارة عن ان انا اه كل ما اعلى كده معنى كده ان البيعلى تمام او عاطم بتاعها فت hostel احنا على كده ان احط هنا احنا عندنا في الشامبر واحد تمام هنا الجميل وعندي في بيبقى تلاتة شنابر ش من اثنين تلاتة حلو طبعا بيبقى في فروق الان انا مبسوا بسيطة فانا هنا اعتبروهم ايه الابروا واحد فده الشامبر واحد ان دلوقتي اللي هنا هيناව عندي هنا كده meme هنا son zones due continue holodi تمام المدين بالنزيت انا لدي الاقش والاقش اشكال مختلفة وخصوصا انت كمان يعني دي معلومة لي ان بتفضل ان هي تعمل بتاعتها على شكل مسلس او متسين درجة يعني مثلا لو فيه كده فبيبقى اتش هنا و اتش هنا و اتش اي هنا جميل كأنه اكس اكسس و اي اكسس يعني لو انت عملت اي ده اكسس فاي بينهم بيبقى هنا ايه تسين درجة تمام وبينهم ايه تسين درجة مش عارف انت عارفت خيالة معي ولا بس هو ايه بتاعت البي بتفضل كده فالاس هيعمل البند بتاعته فين وخصوصا احنا عارفين المثال بيبقى سي اتش فور فالاس هيعمل البند بتاعته فين بالضبط فكل دي كانت مشاكل في الموديل بتاع ان انا اه يبقى عندي بتاعتي كده تمام ففي حل جي كان انقاذ بالنسبة للكل ده الا وهو ان انا اعمل اكو فيلنت اوربيتل اكو فيلنت اوربيتل يعني دلوقتي دوت الانرجي ليفل بتاعته ولياكم مية تمام وده اه خمس سبعين انا اجي عند اه خمسة وثمانين مسلا تمام وايه ويبقى فيه اربع اوربيتلز مجموع يعني كانك بص تعال كده نعمل بلاس تمام دوزة بلاس يعني ده بلاس كده دوت بلاس دوت هيطلع لي ايه اربع اوربيتلز اكو فيلنت اربع اوربيتلز اد بعض تمام كانهم في نفس الانرجي ليفل وايه بيبقى اسمهم الجديد بما اني خدت اس اوربيتل وخدت تلاتة بي اوربيتل يبقى اكتب اس بي سري يبقى ده اس بي سري جميل وده اسمهم كلهم اس بي سري ويبقى ايه الالكترونز كلها متوزعة هنا انا عنده اربع الالكترونز يبقى كل الالكترونز موجود في الاربيتلز بالشكل ده تمام والهيبردازيشن بتاعي بيبقى اسمه اس بي سري ده اسمه اس بي سري هيبردازيشن تمام ده اللي بيحصل في ايه في سي اتش فور طب تمام انا حاس ان فيه كونفيوزي فتعالا نشرح تاني وهنفهم اكتر من الجراف ده تمام فانا عندي الجراف ده بيوريني ادل اس وادل بي وادل بي واي وادل بي زاد لما اتعمل لهم ايبردازيشن وطلع لي اربع اوربيتل شوه بعض بص كلهم بقى شوه بعض بس ايه مختلف وبقى شكل سي اتش فور بيبقى حاجة زي كده يعني بس ايه من غير الدوت يعني بيبقى السي اتش فور بيبقى ادي السي وادل بيطلع منها كده مع الاتش تمام وهنا في الالكترون ديت مع ديت بيبقى فيه كلاود تاني طالع كده كده مع الاتش التانية في كلاود تالت وكل كلاودس ايه قد بعض قد بعض وشبه بعض واخيرا كلاود اخير كده مع الاتش الاخير حلو بس والاربع كلاودس متوزعين وكل كلاود بينها وبين التانية ايه مية وتسعة ونص ديجري عشان هما كلهم قد بعض كلهم قد بعض في الانرجي في كل اللي متوزع هنا نفس بتاع التاني ده اول نوع معنا اللي هو اس بي سري تمام فا آآ نعمل اتشك كده عليه ان هو ايه انا دلوقتي لو عايز اعمل تمام البوندس ديت مع المختلفة تمام انا عندي في مختلفة عندي في الاس وفي البي فانا حل الوصف بتاعي ان انا بيعمل ايه انا بيعمل اه بعدد البوندس اللي انا عايزها طب تمام ندخل على مسل تاني مسل الاسانة الاسان ده بيبقى شكله ايه ده بيبقى عبارة عن سي تو اتش فور حلو ويبقى شكله في فيزبر عبارة عن سي بينهم ضبل بوند كده وديت معه اتش وديت معها اتش وديت معها اتش وديت معها اتش جميل قبل. فالشكل قدامهم. وده شكلها في الحقيقة. ده بيبقى عايز كم بوند. هو عايز بوند مع الاتش. وبوند مع اتش. وبوند مع السي. هتقول لي طب هو عايز اتنين بوند مع السي. هقول لك لا. هو عايز بوند واحدة مع السي. البوند التانية مش محتاجة تكون ولا اي بوند تاني. يعني لو عندي دلوقتي كده تعالى. اه وليكن اه اف او سانية يعني بلاش الاف خلينا في الان. الان بيعمل عرب نشفه ثلاثة بوند. تمام احيانا. يعني في نس يو productivity اذا هو. الانته بيعمل مع نشفه ثلاثة بوند. فبقى شكله كده. بيبقى فيه بوند واحدة تمام. اللون هو احمر دي. وهو بيبقى فيه اثنين بوند تاني مش هي PHY بوند زواع quo زادية افت inserted. التي تتعامل ليه؟ وازايا. ال판점 Coran Trophiao تتعة من اللي يكتس with electric ones بمتحدة ببساطة ده analytics تتعامل عشان يكمل ال الريض الريطن temperatureميح اتبيه العادة. فده هيبقى محتاج الالكترون الزيادة عشان يعمل يعني في واحد منهم هيبقى بوستب في واحد منهم هيبقى نيجاتب تمام هيبقى عنده اليكترون زيادة فالبوند هذه بتتعامل كشاريين كده من بره بره إيه ما ببين الالكترون لكن هل بيبقى؟ أو كلاب تمام? يعني الهايبردازيشن بيعمل لككلابوريشن يعني شايفي الكلود دية بتبقى انت الاتش والسي متعشقين في بعض مت عنجلي في بعض لكن أي بعض منصلي، سواء كانت في عضله أو بتضيب هو أن يكون تلميسه بين البوند الناس والبوند الناس وت DiamondsQ وتذكرتك what's going on لüğves bondP ثلاثة و أبضل الناس فمعناه جديد أن أعouv بان البردات التالت سيقوم بسبب ايه؟ البردات التالت سيقوم بعمل الخاص به البردات التالت ستضع بقراء التعليم الباكرة تكون هنا سببه سيقوم بعمل الخاص به وسيكون بالسكومة ستكلم ماذا بعض الأمونيا نرسم الأمونيا الامونيا بيبقى عبارة عن NH3 NH3 تترسم N ومعها H ومعها H ومعها H وفي هنا اتنين إلكترونز زيادة لتنكمل أكتت يعني وإيه وكده إيه مظبوط فهتقول لي هو هنا عايز بوند اتنين تلاتة فخلاص ده SB2 تمام؟ هو عايز بوند هياخد أربتال عايز تلاتة أربتال هياخد ال S وهياخد اتنين من ال B هقول لك لا ما انت عندك برضو لون بير اللون بير بيتحسب تمام؟ لون بير كده هكتبها لك باللون تاني counts counts as hybridized orbital H A O H dot O hybridized orbital جميل فاللون بير بتحسب كhybridized orbital فانت بالتالي محتاج كبوند اتنين تلاتة أربعة أربعة hybridized orbitals فبالتالي ده بيبقى SB3 عاد جدا وهناخد أمثلة أكتر في السلايس اللي قدام تبع تفهمنا عن hybridization عن hybridization طب في حاجة كمان بالنسبة للحاجة اللي بتعمل تلاتة بوند تمام؟ الحاجة اللي بتعمل تلاتة بوند زي ايه؟ زي السي او السي او بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها كده اللي هو carbon monoxide جميل هنا فيه اتنين الالكترون وهنا فيه اتنين الالكترون فبالتالي عايزك انت تفكر كده شوية وتقول لي السي هنا hybridization كام والأو هنا hybridization كام فكرت؟ جميل؟ خلصنا طب يلا نبدأ ايه؟ نشتغل هنا مبدئيا السي عندها لون بير وعندها بوند مع الأو زي ما قلنا ايه؟ hybridized hybridized فبالتالي كده السي عايزة الاس وعايزة واحد من البي فكده نسميه ايه؟ ده نسميه sb hybridization جميل؟ ده نسميه sb hybridization طب بالنسبة للأو الو برضو عندها ايه؟ لون بير وعندها البوند اللي هي ايه مع السي فبالتالي ده ايه؟ sb hybridization برضو يعني انت كده hybridization بتاع الو sb والhybridization بتاع السي sb برضو جميل؟ طب والاتنين دول عبارعا ايه؟ فاكر الاتنين باللي انت ما استعملتهمش مش انت سايب اتنين بوندس بي او الاتنين بوندس بي عملتنا في السي كلاود دي عملتنا في السي كلاود دي بالزبط فيه اتنين بالطول واحد عمل بالطول واحد عمل ايه بالعرض ببقى شكلها شبه كده بالزبط بس فده ايه؟ ده كل حي عن الhybridization وهحاول في الاسلايد اللي جاية اجيب لكو ايه شفوية اسئلة او مش اسئلة يعني نجيب كم عنصر نوعا نرسم اشكالهم وكذا بس تعال نعرف مبدئيا ايه؟ الاشكال بتطلع الhybridization مبدئيا الاس بي الاس بي اللي هو زي كده ده بيبقى مية وتمانين عشان بيبقى مبين اثنين ايلمنتس ويبقى كلاود واحدة بس كده ايه؟ وبيبقى متعشعة بالمنظر ده حلو؟ هي بتطلع كلاود يمين وكلاود شمال بالنسبة للاس بي 2 فهي بتعمل ثلاثة كلاود كلاود يمين فوقه وتحت كده بشكل اكسس وبيبقى مية وعشرين درجة اللي هو بيبقى ايه او هتفتكر اكتر ان ده شكل ال اي اكس سري وده شكل ال اي اكس تو تمام؟ يعني ده شكل ال اي اكس تو انا دلوقتي لما يبقى عندي عصر عامل المية وتمانين درجة اعرف انه هو اه يام باوند او thirst وحنا اتنين لآ متع السي والهايبريديزيشệc متع السي مبدئيا السي عامل لي بوند اتنين اه اساسي البعض الكده الاتنين دول عادي فاللي هو اللي هو مش Ker semi فكده السي عامل ايه اس بي تمام؟ بالنسبة لل Moore عندها اتني بير وبوند فكده عندها كام تلاتة يبقى س بي تو معاشنا عندها وحد اس تنين بي فكده مجموع عم تلاتة فداس بي سري فالبوند اللي ما بين الاول دي دي دابل بوند عادي بس اي شكل هتلاقي بتاعه اي شكل هتلاقي الهايبردزيشن بتاعه بيبقى اه 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 التتراهيدرال زي مين زي اتش فور جميل ده بيبقى اه اه ده بيبقى خمسة بوندز وبيبقى اه مية وعشرين يعني في بوندز بينها مية وعشرين وبوند بينها اي تسعين ده زي مين ده زي البي اله كم البي سي الفايف تمام ده زي البي سي الفايف. بعد كده عندك الاكتوهايدرال ده زي مين زي الاس اف سيكس جميل ده بيبقى اف ايه اكتوهايدرال بيبقى بينهم كلهم تسعين درجة وبيبقى ايبردزيشن الهايبردزيشن انت بمين خلصت البي. تمام? فانت هتدخل على مين بقى? مين اللي انت اللي جاي. يعني انت طبعا الحاجات دي بتحصل في اللي اللي بيبقى مفتوح ньهاD او عما بتبقى هي مين كذلك ؟ او الاس عقل ioنى الذي تعالى لكي يعمل لي ايه اتنين هيبردازيشن عشان هنا ساعتها انت السي بي ساهم بإلكترون واحد فهو بيحيز أربطالز بعدد الإلكترونز اللي هو هيشارك بيها يعني انا عندي الاس هنا هتشارك والله بستة إلكترونز فهي عايزة ستة أربطالز يكون ايه نفس الحاجة السي ساعت السي اتش فور تمام انا دي سي اتش فور جميل فالسي اتش فور ساعتها انا كنت عايزة أربعة إلكترون من السي يكون عندهم نفس الانرجي فالربعة إلكتروني يعني انا كنت عايز اس بي سري عايز الاس وعايز الأربطالز بتاعة البي يبقى في نفس اللي فعملتم ايه بالمنظر ده فده كل حاجة عن الهيبردازيشن وده الاشكال بتاعته وده هنا ده كان الاس 2 الاس 3 الاس 4 الاس 5 واخيرا الاس 6 وده كل حاجة عن الهيبردازيشن ايظن ان هو كان حاجة بسيطة يعني ومن الحل يعني من الحل الكتير ما تعتمدش برضو على الليكتروني فان انت تفهم كل الفهم الهيبردازيشن حاول تحله اكتر وان شاء الله يعني ايه هنحل دلوقتي مثلا شكلين تلاتة يفهموك الدنيا اكتر وندخل بعد كده الشباب على الصمت بتاع الهيبردازيشن ونبدأ بتلت امثالة معنا وناخد اول راحل اللي هو السي او تمام السي او ده بيبقى ايه تعالى نحسب له كده انت تضيت اول حاجة لازم تعملها السي بيبقى اربعة وفلاس الاو ستة فكده يبقى ايه عشرة تمام ادي السي تعالى ايه نرسمه هنا من تحت الكروكي عادي ادي السي البند الاساسية تطرح من هنا اتنين فيتبقى لك تمانية تمام فبعدى كل من ذلك التمانية على الاوكسجين على الاوكسجين ل旋ه اتنين اتنين وقت اعم reflect بومنا يتبقى لي زرو هل كده كاملت لا الق Niagara نفس الاوكسجين هل كده كمل لا لسه يبقى محتاجة واحد تاني ونربطها سوريا هجيب لكم الاكسجن تاني عشان الاكسجن مشي فايه محتاجين واحد تاني وكده ايه يبقى ده الشكل بتاع السي او والسي عندها اتنين الكترونز والاو عندها ايه اتنين الكترونز بس فده بيبقى ايه المنظر بتاعنا في الاخر وتعال كده نشوف برضه لو عايز تتأكد ان ده بيبقى احسن شكل احسن الشكل بتاع ال comprrc هنا اربعة ناقص ثلاثة بونت ناقص اتنين ده كده ايه؟ الو او هنا بيبقى 6 ناقص ثلاثة بونت ناقص 0 اجمع الاثنين معضع هتلاكي ב� Ara det mais il här كانت Der Wonderful Explore der Fourth Phase 0 فدية ايه يعتبر استعباليتي تمام ان انت تجمع كده تلاكي Performualということで heleман Application Fin toss at him like a prime لو عايز تجرب شكل تاني جرب هتلاقي ايه فورمال تشارجي يتغير ويزيد ويقل وهكذا شوف اكدر شكل مستقر وفيه تشارجي قليلة وكده كده انت محتاج للتشارجي يكون ايه زيرو عشان هو هنا تشارجي بتاع الكمبان زيرو فبالتالي ده هو ايه الشكل ايه الصحيح فانت تتأكد ايه من الموضوع ده ان ده شكل صحيح فخلاص انا كده عرفت شكل البوند أح Catalog C و O بالنسبة للبان C هنا اساسي اثنين آآ بünden اساسي اثنين بوند اساسي لا هنا مش اثنين بوند اساسي هنا واحد بوند اساسي زائد اثنين بند علائية زائد واحد ايه لون بير تعال كده نكتب ايه جنب وايه لون بير لون بير وهنا واحد بوند وهنا اثنين Dass أديشنا الأدوج او небوحلة كحاب سأبقى هذا المشفى بالنسبه بالأد zit تنسى السبيل الذي يمثل十 من بوند ولوم نصدوب يبقى كما تعني الأخصية البوند افعل بالمarts break والم client اصبق حسين كحopp pasado بيبقى برضو ايه بيبقى برضو sb فده كده عارفنا ان البوند اللي ما بين ال-c وال-o بيبقى sb لsb حال ومعلومة كمان ان البوند العادية دي او اللي هي الهي بتبقى البوند الاساسية الهايبردايزد دي بيبقى اسمها سيجما بوند تمام يعني البوند ديت تعال كده في حتة تاني الهايبردايزد بوند بوند is cold تعال لنغير اللون سيجما بوند تمام تاب البوند اللي هي الدابل ديت دي بيبقى اسمها تانية تعال كده ديت بيبقى اسمها ايه اه دي بقى اسمها باي بوند باي اللي هي شكل باي اه اه اللي هي ده بس ده بيبقى اللي هو بتاع المازد ده العادي السيجما بوند ده بيبقى شكلها عشان برضو ايه لو حتى اه بيبقى شكلها كده دي شكل السيجما يعني فده بيبقى اسمه باي بوند ده بيبقى اسمه سيجما بوند ايه المواصفات بتاعت الباي بوند والسيجما بوند السيجما بوند او الهايبردايزد بوند معروف ان هي اوفرلاب اوفرلاب وراكنز في كلمة معناها ان انا بيبقى عندي اوربتال كده والاوربتال التاني ايه متعشق فيه تمام والالكترون موجودة في النص ده ايه ده السيجما تمام اما الدابل دابل بيبقى البوند من بعيد تمام ده بيبقى بوند كده اه اوربتال سوري من بعيد وبينها انجزب كده انجزب كده ايه ده بايبوند او ده است��با يعمل ايه ايه اشكالهم ايه با مسئلة يعني. فده بيبقى شكل سيجما ده بيبقى ايه شكل باي بوند. نحسب التوتال فيلنسي الكترون التوتال فيلنسي الكترون هتساوي اه دلوقتي عند البي تلاتة زائد الاف بيبقى سبعة في اربعة سبعة فاربعة يعني تمانية عشرين وتلاتة تمانية عشرين وتلاتة يعني واحد تلاتين زائد الالكترون اللي هو النيجيب ده تمام فده معنا كده طب انا لو عندي الحاجة بصفت في الشارج اعمل ايه? اناقص اليكترون تمام? يعني تنقص منه ايه? تمام? باي نقدر الجهاز يساوي اربعة اتش زائد الان بيبقى فيه خمسة نقص واحد الواحد ده ايه? اللي عندي تمام? يعني كده اربعة وضيئت يبقى ايه؟ تمانية smell بس بارسم عادي وبوزع بس يبقى تعامل ان هو ايه تمانية الكترون بس فجميل ده ايه ده كان توضيحي للموضوع ده نكمل بقى الموضوع ده فده تلاتة وتمانية وعشرين وواحد يبقى كده ايه اتنين وتلاتين اتنين وتلاتين البي في النص والاف هنا تمام واف هنا تمام واف هنا جميل واخر اف هنا مستهلكة البند بتستهلك اتنين الالكترون فبالتلاتين اتنين في اربعة اتنين بياها بتمانية في تمانية نقص تلاتين هي اتبقى لي اربعة وعشرين اربعة وعشرين اربعة وعشرين هتوزع الى مين هتوزع اللي عنده يجا الفد اعلى فتعالى كده here show is two F two two it that two 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 nine nine four and with that فكذا 6 في 4 فكذا 0 خلصنا total فكذا كذا نجيبها نشوف هل كله كمل اوه البيم كمل اوكتت ال F مكمل اوكتت اسمه هذا ال charge ال charge هتلاقي هنا هتلاقي ال beam عمل 4 تمام يعني هو عنده 3 تعال كذا نشوف هو عنده 3 ناقص 4 bond ناقص 0 فكذا ايه negative 1 والبقين دول صفار عشان انت ال F ده بيبقى 7 هم كلهم شبع بعض فانت لو حسبت ال 1 يبقى انت حسبت ال B يعني ال F 7 ناقص bond يبقى 1 ناقص 6 يبقى كده ايه صفر فده ايه ال formal charge بتاع ال F هنا تعال نعملها بلون تاني ال B هنا negative 1 هنا صفر هنا صفر هنا صفر هنا صفر بس فبالتالي ايه ال charge بتاع الشكل بتاع ده كله ايه negative 1 فكده مظبوط مظبوط زي الفل سوري هنا القوس اصغر انا عايز قوس كبير كده فتعال بقى ايه نشوف ال hybridization هاتل كده شوف ال hybridization بتاع ال B ال hybridization hybridization يميل هيساوي ايه انا عنده 4 bond المفروض يكون شاب بعض يبقى ده ايه S B 3 طب بالنسبة لل F ال F عنده 1 bond و 4 و 3 لنبير فكده ده برده ايه ده S B 3 فالبوند اللي ما بين ال F هي S B 3 ل S B 3 تمام عشان لو سألك البوند دي ايه تعتبر hybridization هتقول له دي bond S B 3 orbital S B 3 لوربتال ثاني S B 3 متحدين في بعض عاملين overlap تمام عشان ديت ايه Sigma bond تمام فكل ده ايه Sigma طبعا الدبل بس هو اللي بيبقى ايه باي بوند و الدبل او التريبل او اللي البوندز اززيادة عن مثلا additional bonds هي اللي بتبقى ايه باي بوند نجي بعد كده نخش على ال X E ال X E ده يعتبر noble gas X E F2 تمام فتعال لو هنحسب بال total هيساوي ايه ال X E تمانية تمام وال F سبعة في اتنين تمام فسبعة في اتنين اربعتاشر وتمانية يعني اتنين وعشرين تعال نرسم كده الشكل المبدائي مبدائيا هيبقى X E في النص وال F من هنا و F تانية من هنا كده نقص له اربعة يبقى لي تمنتاشر وزع لي التمنتاشر دول على ال Fات ادي اتنين اربعة ستة اتنين اربعة ستة تمام فبالتالي ايه نقص لي من دية كم نقص لي من دية اتناشر هتبقى لي ستة تمام الستة دولة وديهم فين احنا قلنا إن كيس ان انت لقيت الكترون زيادة وبما ان ال X E كده كده عادي اكسيد اوكتت تمام فادي اتنين اتنين ودي اتنين بس فاتوزعه كده تمام كله مكمل اكتت او يعني بالنسبة لنا دا اكسيدنج عادي هنا بالنسبة لحاجات اللي هي بريد تو ال بريد تو مكمل اكتت اساسي او الف مكمل اكتت وال الف التانية ايه مكملة اكتت فده بالنسبة لي كده ايه الشكل المزبوط فاحما حسابنا كل حاجة نزبطنا الدنيا تعال نشوف الفورمال تشارج الفورمال تشارج بتاعت الف هنا اسفار تمام الفورمال تشارج بتاعت ال X E ال X E اعتبر تمانية ناقص ال اه ال اتنين بوند اللي هي عاملهم ناقص الستة الكترونز اللي حواليها فبردو ايه صفر فخلاص كده ايه وانت عارف ان ال F هنا صفر وال F هنا برضو ايه صفر ده كفورمال تشارج فتعال بقى نشوف الهايبريضة بقى بتاعت ال X E هي بيساوي انا دلوقتي عندي اتنين بوند اساسي ولكن ادي لون اتنين تلاتة يبقى كده كم؟ يبقى اعايز خمسة اربتال يبقى ايه؟ انا عندي ال S B S R اعتبر ربعه اربتال فعايزة احققق كم واحد دي؟ عايز دي واحد F عايز واحد من الدي. تمام? اه طب بالنسبة للف هنا عامل ايه? هو عامل بوند وعنده ثلاثة لومبير فهو عامل ايه اس بي سري. فالبوند ديت اللي ما بين ال اكس اي والاف دي تعتبر ايه? السجما بوند ديت تعتبر ايه دي اس بي سري لس بي سري. تمام? فاتعرفت كده ايه? البوند ديت برضه عشان نكتبها برضو. تبقى اس بي سري لس بي سري. هنا البوند ديت تعتبر ايه? تعتبر اس بي تو ايه اس بي لس بي. حل? فده البوند وانواعها. اتمنى تكونوا فهمتوا الكونسبت كويس. ولو محتاجين تطبيق اكتر فهتلاق في تستوريا لتطبيق ايام على الموضوع دوت. وما تقلقوش الموضوع سهل. وبسيط. والهربادزيشن كونسبت بسيط جدا. اه هتتعاود عليهم على الوقت. وبس ده اخر حاجة كانت معانا في الشابتر ده. كان شابتر تقيل فعلا. اتمنى تكونوا هضنطو كويس. واللي مافهمش حاجة وعايز يعيدها هيعيدها. واللي عنده اي تساؤلات اكتر او يعني عايز يتساؤل عن حاجة اكتر. اه يفهم اكتر في كونسبت او كده مافيش اي مشكلة ان هو يبعثلي على الواتساب. هتلاقوا دايما الانك في الديسكريبشن وهتلاقوا معاه لينك نوشن للماتيريالز. وكان معكم اشتركوا في القناة